اشتركوا في القناة السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. مرحبا بكم جميعا في مركز رفق للبحث العلمي. اليوم احنا نشرفه باللقاء ديال الاساسية ديالنا الكرام والدكتور انحاس عبد القدس والدكتور عبدالرحيم دقون والمهندس محمد الغزير. مرحبا بكم في المحور الاول لعيد دور حول تكوين الاول الاكاديمية رفق للتأهيل الباحثين. بالنسبة لمركز ديالنا هو مركز رفق للبحث العلمي. الي يطمح باش انه يكون مركز الاول ابداعي في المغرب للبحث العلمي. والرسالة الاساسية دياله هو الاسهام في تكوين ريادة فاعلة وتنزيل مشاريع علمية مبدعة في مختلف تخصصات. الوقت الاهداف ديالنا كان هدفه لثلاثة ديال النقاط. النقطة الاولى هو زرع روح للامل عند الطلبة من خراف مجال البحث العلمي. النقطة العلمية تمكنهم من الكفاءات تساعدهم على الابداع في مجال تخصصيهم. والنقطة الثالثة هي المساهمة في اعداد مشاريع وابحاث علمية مبدعة وواقعية. احنا في القيم ديالنا هدنا هد القيم اللي كانت تمدع لها وهو مربع. الاتقال والابداع والتمييز والاستمرارية. والشعار ديالنا بالعلم نرتقي. لهذا جبناها النهار معنا ناس اساسي دا عندهم خبرة عندهم معرفة عندهم علم غازير. ومعنا مشاركين اللي تبارك الله كلهم باحثين من المستوى ديال الليسونس حتى الدكتورة من الإجازة حتى الدكتورة. واليوم هيكون عندنا ثلاثة الأساسي دا اللي كرنا عليهم. الدكتور أنحاس عبد القدوس اللي يقدمنا المحور الأول حول اقتصاد المعريفة أساس وقواعد. الأستاذ عبد الرحيم الدقون ليقدم لنا المحور الثاني البعد الفلسفي لاقتصاد المعريفة. وفي النهاية يتشرف رئيس المركز سيمو حمد الغزيل بالمدخلة الثالثة لنشأ الاقتصاد المعريفة. وأول حاجة نبدأ بها قبل كل شيء وخيره ما نبدأ به هم آيات من القرآن الكريم. هم قطعونه شكراً لكم 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 من النظر إلى التطبيق ليس مستألة تقنية يعني ننتقل من كلام إلى فعل فقط لأننا نريد أن نفعل ذلك النقلة هنا هي نقلة جذرية في حياة الإنسان يعني انتقال كامل تغير كامل في البعد الإنساني هو الذي يحسم لنا هذه النقلة من البعد الكلامي النظري صفصطي إلى الحقيقة وإلى الفعل وإلى الممارسة لذلك أعتقد أننا نحتاج إلى بعض النقاط الأساسية يعني في هذه المداخلة وهذه المداخلة تركز على هذه النقطة بالضبط وهو لماذا وكيف ننتقل من الجانب المعرفي إلى الجانب الكلامي أو الجانب الرقمي أو الجانب النظري إلى الجانب التطبيقي وما الذي يساعدنا في ذلك يعني ما هو ما هو الحافز وما هو الدافع الذي يجعل إطار من الأطور يعني يعيش في بلد من الملدان النامية تعيش يعني كباقي البلاد من النامية يعني أزمة في التخطيط أزمة في التدبير أزمة في التطبيق ما الذي يجعله ينتقل بروح مغامرة قوية إلى مجال التطبيق والممارسة أو ما يسمى بروح الروعة وروح المشاريع هذا الأمر عمق بكثير من البعد التقني ولكن لا شك أن عندما نقول اقتصاد المعرفة فالمركب الإضافي يتحدث عن ما هو مداول عن اقتصاد المعلومات أو فن تدبير المعلومات يعني أو يعني اقتصاد الرقمي أو الافتراضي أو الإلكتروني أو الشبكي أو الاقتصاد اللاملموس يعني فيما يتعلق بإدارة المعرفة وطبعا هذا الفهم من جهة المداخل المتعددة فالبعض يحصره في المجال الفني والتقني والبعض عن يوسع الدائرة في المجال المعنوي والثقافي والتنظيمي وتطوير المعلومات وتنظيم الوتائق والخدمات الافتراضية المتعددة طيب لكن أهم الأشياء يعني في اعتقادي يعني وأنا أبحث في هذا الموضوع وجدت بأن اقتصاد المعرفة يعني بإضافة يشمل مجال الفكرة مجال الفكرة أولا وهو فن إدارة المعرفة أي أفكار تقدم أفكار يعني اقتصاد المعرفة هو نعم علم قياسي لأنه ولد داخل مشاتل الصناعاني لم يولد داخل الأكاديمية والجامعات فلذلك فهو في أصله علم تطبيقي لكننا نحن باعتبار أننا لم ندرسه في المشاتل وفي المعامل وفي مخابر الصناعة درسناه فقط يعني بالجانب النظري فلذلك سنحاول أن بنوع من التمرين يعني النظري أن نصل إلى هذه الحقيقة وهي حقيقة التطبيق إذن فالمعرفة في الأصل هي رأس مال يعني ليست مجرد أداة أو وسيلة عندما نقول للمعرفة هنا ليست وسيلة ليست أداة بل هي الأصل يعني في الاقتصاد المعرفة الاقتصاد الرقمي يعني رأس المال الذي يباع فيه ويشترى هو الذي يكسب الطرى يعني ليس هو الشيء إنما هو المعرفة يعني المعرفة المؤسسات اليوم يعني أصبح رأس مالها يعني هو مختبرات البحث والتطوير يعني أعمال التوزيع الإشهار لمنافسة العلامات التجارية المواقع الإعلانات يعني هذا اقتصاد جديد يعني معروف فبالتالي انتقلنا من مبدأ تسويق الأشياء إلى تسويق الأفكار يعني هناك علامة أن تمت أفكار تساوي تروة يعني هناك أفكار يمكن أن تهني صاحبها وهذا طبعا يتأكد في الواقع يعني هناك كتب كثيرة في الساحة لكن هناك كتب خاصة يعني تبع بثمن غالي جدا وهي نادرة في السوق لماذا؟ لأن فيها أفكار يعني تحرك تحرك الإنسان وتحرك عقله وتؤدي إلى تطوير وجوده فلذلك تجد ثمنها غالي أحيانا تجد تكوين في مهارات معينة تجد إنسان لديه القدر على أن يكون فريقه ومجموعة في مهارات معينة من خلال أفكار ومعارف معينة وهذا التكوين تجد واحد تفسق غالي جدا بمعنى يعني أن تدفع مبلغ باهد جدا لكي تحصل على مهارة معينة في أي تخصص من التخصصات يعني تخصص يعني في الرياضيات في العلم الإنسانية يعني في الطب يعني في الطب الأسنان يعني تخصصات لأن هنا المعلومة تصبح غالية جدا إذن الآن أصبحنا نتحدث هنا عن اقتصاد جديد وأصبحنا نتحدث عن معرفة جديدة لكن باختصار يعني قبل ما نتحدث على هذا الموضوع لا بد أن نؤصل يعني التأصل من البعد الفكري والبعد التربوي والبعد الديني مهم جدا لأنه هو الذي يعطينا التصورات الأساسية التي نبني بها يعني أهدافنا وأصولنا للمعرفة طبعا قرية في اللسان العربي بأنها هي العلم ما عرفوا مما عرفوا من الحق كما قال الله سبحانه وتعالى أي علموا وطبعا خص البعض العلم بالمعرفة والبعض خص هذا العلم من المعرفة يعني جعل العلم جزء من المعرفة باعتبار أن العلم يدخل فيه ما هو يعني علم تابت يعني كمعرفة الله سبحانه وتعالى أو علم الله سبحانه وتعالى وقد يدخل فيه ما هو يعني يتحصل يعني بعد الجهل ومعلوم بأن الله سبحانه وتعالى لا يحل به الجهل فلذلك المعرفة قد تكون أحيانا علما وقد تكون غير العلم إذن المفهوم العلم ومعرفة قد يترادفان إنساء في الليسان العربي في القرآن الكريم حتى في اللغات الأجنبية قد يترادفان يقصدوا بهما أحيانا للفهم الفقه وما شابه لكن ما هو هذا العلم حقيقة وما هي هذه المعرفة مثل تقف القرآن يا ما هي هذه المعرفة من لي ندق أساس في المعرفة يعني نجدها هي عبارة عن أسماء هي معلومات ما نريده بالضبط في هذا الموضوع معلومات لذلك الله سبحانه وتعالى عندما تحدث مع الملائكة قالوا وعلم أدم الأسماء كلها طبعا هذه الأسماء من يقصدوا بها قال ابن كاتير هذا مقام ذكر لله تعالى أو ذكر الله تعالى فيه شرف شرف آدم على الملائكة بما اختصه من علم أسماء كل شيء لذلك أخبارهم بأنه يعلم ما لا يعلمون قال سعيد بن جبير علمه أسماء كل شيء وقال النسفي أراه الأجناس التي خلقها وقال ابن عباس علمه أسماء كل شيء حتى القصعة والمغرفة حتى القصعة يعني أدوة الطعام في المطبخ ولا شك أن هذا علم ممتد إلى يوم القيامة طبعا هذا كلام كلام المفسرين في النهاية هو كلام تقريبي ليس كلام توقيفي أصد بأن هذا هو القرآن إنما هو كنا يعني تقريبي قد تبدو كلمة أسماء يعني أسماء المنعقة والقصعة والدبة وصيطة وعادية لكن من حيث الحاجة الزمانية من حيث جدة الاختراع نتحدث عن قيمة حضايا لأنها وسيلة موجودة في المطبخ اليوم نعرفها لكن في زمانها بوقتها أحدثت عند اختراعها تحوات جذرية في حياة الإنسان وفي اقتصادات الأمم وسنكتشف هذا ببساطة كثير من الشركات يعني حصلت لها غناء كبير جدا بل دول بأسرها اغتنت باختراعات بسيطة في المطبخ يعني أواني في المطبخ غيرت مجرى اقتصادات دول فلذلك يعني لا نقول بأن هذه أسماء عادية جدا بل عندما نتحدث هنا عن الأسماء هنا نتحدث عن السيارة نتحدث عن دراجة عن الألبسة عن الأدوية عن بودور عن أسمدة يعني الأسماء مفهوم شامل لأصل نشأة العلوم والقوانين والتفريع لأننا إذن نظرنا إلى فروع المعريفة كما يقول طهر بن عاشور هي أسماء لمسميات وتفريع معاني تلك الأسماء لتسهيل إيصال ما وقر في أدهاننا إلى ذهني الغير هذا المقصود بالمعرفة المعرفة هنا هي عبارة عن أرقام أسماء أسماء تحدث القرآن أنها توقيفية نزلت على آدم علمها منذ أن خلقه الله تعالى وأنزلها عليه إلى يوم القيامة إذن نتحدث هنا عن معرفة جارية يعني متحولة ومتغيرة إلى يوم القيامة نتاجا على ذلك نقول المعرفة هي أسماء الفكري وقيمة مضافة غايتها نعم يعني تغيير حياة الإنسان للأفضل خلق الطروة معالجة تصورات دينية معينة ترجمتها إلى معلومات مؤجرأة لتحقيق أهداف محددة في حياة الإنسان مهما كانت هذه الأسماء يعني من الملعقة إلى السيارة يعني إلى الألبسة إلى الأدوية المعقدة إلى الاختراعات المعقدة إلى بودور تربة يعني نتحدث هنا عن معلمات عن معرفة يعني تغير حياة الإنسان المعرفة بهذا الأساس عندما علمها الله تعالى آدم وهذا التعليم يعني لآدم عليه السلام في مقابلي عندما قال للملائكة إني أعلموا ما لا تعلمون بمعنى وضعهم عند حد العجز بمعنى أنتم لا تعرفون ما يعرف هذا الإنسان بمعنى أنه في مستوى معين من الإدراك إني أعلم ما لا تعلمون فلذلك فالمعرفة هنا تصبح قوة عندما تعطى للإنسان يعني تضفي عليه منطق السلطة والقوة فيصبح قوة وجودية متحكمة في من حوله يعني في الطبيعة فبالتالي عندما نقرأ بعض الأدبيات الغربية مثلا عندما نقرأ كتاب التغريب العالم المفكر الفرنسي سيرج لاتوش يقول بأن الغرب نظر إلى الاختراعات العلمية التي وصل إليها كقوة نظر إلى الاكتشافات كقوة يعني لم يوظفها هذه القوة لم يوظفها طبعا توظيف إيجابي بل وظفها أحيانا توظيف سلبي فلذلك الذي يقدر أن يفكر ويصنع آلة تتجاوز الجاذبية وتجاوز السماء كما يقول بعض المفكرين الغربية له الحق في أن يتمتع بخيرات الشعوب يعني الضعيفة لأنه لديه الحق في القوة حق القوة أو حق المعرفة إذن هذا الجانب مهما يمكن نتحدث عن عن الاختلاف فيه لكن ما يهمون الضبط أن المعرفة باعتبارها قوة هي كذلك تراكم إنسان حضاري لتقافة الإنسان وفنون الإدارة للحياة يعني فهو خاضع لمفهوم الإجتماع الإنسان بمعنى أنه خاضع للقيام وللتقافة وللمعرفة إذن متى وكيف حصل هذا التحول في المعرفة طبعا هذا الذي يهمنا نحن بالضبط البدايات مهمة لأن البدايات الصحيحة تفضلنا إلى نهايات صحيحة نعرف ما المقصود بهذه المعرفة نؤصل لها طبعا عندما نضيفها إلى الاقتصاد فنحصل على مركب إضافي نحصل على معنى المعين لأن الاقتصاد من القصد بمعنى العدل والوسط وقصد في مشيك بمعنى عدل في مشيك حتى يكون مشيك بينه شيء ليس بالتماو يعني أسلوب ومنهج إدارة الملكية والمام فن إدارة المام لبتغاء الربح وإنما التروة ومنهج إدارة المنزل 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 هلو ناخدو ناخدو حتى شوية للوقت ومتإدارة المنزل يرجع معكم سبروحة شوية شكرا للمشاهدة 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 من أجل إنتاج التروة ما الذي يجعلنا قادرين على أن نستقل بأنفسنا وندخل في مغامرات يعني اقتصادية ومغامرات يعني قوية جدا بعيد عن المتدول والمتعار هناك روح الروح القوية والوحيدة التي يمكن أن تدخلنا في ذلك هي روح الدين بكل وضوح يعني لا يمكن أن نراوغ يعني كثير من الأفكار والفلسفات البشرية والإنسانية بالفعل ساهمت في تغيير بعض جوانب الإنسان الفنية والتقنية لكنها لم تغير البتة يعني تغييرا جدريا ولم تنقله من حالة إلى حالة كما نقل وكما فعل تليل ببساطة ببساطة كيف انتقلت من وضع إلى وضع ما الذي جعلها تنتقل بهذه القوة وبهذا الإشراق حتى بدأت تسمى بعصر الأنوار ومرحلة الأنوار وفلسفة الأنوار يكيد الفلاسفة المنصيفون الغربيون يؤكدون ويجمعون على أن روح الدين وبخاصة الإصلاح الديني في العهد البروتستانتي بالخصوص كانت سببا قويا جدا في تلك النقلة التي عرفتها يعني الأوروبا من جانب النظريات هو الكلام والجدل والصفصة التي عرفتها أوروبا خلال مدة زمنية معينة الدين والروح الديني وبخاصة الإصلاح الديني الانتقال يعني من روح الزهد والجدل الكلامي جدل الكلامي يعني من السابق يعني في الإنسان يعني من الإنسان لما جاء الإصلاح مع لوتر ومع يعني كرك هذا النقاش وبدأ يتحدث بلغة أخرى لغة أخرى أشار إليها ماكس فيبر يعني في كتابه المشهور البروتستانتية وروح الرأسمالية أشار إلى هذه النقطة الحساسة جدا نظام الرأسمالي برمته مدين للروح الدينية التي زرعت في الإنسان الكسول خاصة الإنسان الكاتوليكي في الغرب زرعت في روح الجدة والصرامة ظهرت منظمات وجنعيات دينية اجتماعية تعتمد أساسا على الصرامة والنظام حاولت أن تتجاوز المعرفة المتعرفة عليها يعني المتعرف عليه بسؤال ماذا يعني بالسؤال الجديد وهو كيف نعرف لماذا نعرف من خلال إتقان فن التطبيق وهذا سنجد حتى أسماء الجماعات الدينية التي ظهرت في الغرب بعد الإصلاح الديني خاصة في إنجلترا وفي هولندا وفي أمريكا كلها لها أسماء توحي بالنزعة التنموية التطبيقية سنجد يعني الكنائس تسمى الكنائس المتوضية يعني الكنائس التطبيقية يعني هكا الاسم ديالها الديني هو الكنائس التطبيقية يعني هناك يعني رغبة عارمة جدا ينفي أن ينتقل هذا الإنسان من البعد الوعظي والكلامي إلى البعد التطبيقي مثلا يؤكد فيبر بأن عددا كبيرا من مناطق الرائحة الألمانية الغنية تقدمت كثيرا جدا لأنها أخذت بهذا الإصلاح بمواعد لوتركين ما يقول يعني استبدال عادات حياتية متراخية غير واقعية بأخرى تخترق كل منادي الحياة وتتميز بالصرامة والشدة والجدية والتنظيم اليوم الدقيق ومن ثم سميت فرقة من المصلحين الدينيين بالميتوديين كما يقول أي أصحاب المناهج لعملية صارمة والصرامة هنا تعني القدرة على التحكم في النفس وضبط الرغبات على ميزان الربح التجاري ويأتي الدين هنا ليؤدي دور المنشط والمحفز والموقد للإرادات والإيمان فلذلك سنجد بأن هذه الجماعات الإصلاحية قد حربت في أوروبا لأنها ذات نزعة نموية اقتصادية تغييرية انتقلت أو استثمرت الدين يعني في تغيير الحياة لذلك سنجدها تضطهض وتتشتت في الأرض حتى أن بعض الفلاسفة مثل جوتا يعتبر النشاتات الكالذيني يعني القساوس الكالذيني الذين تشتتوا في الأرض يصفهم بمنجم الاقتصاد الرأسمالي باعتبار أنها شخصيات عمليات تتير روح المشاريع وتحدث أيضا مونتسكيو في مسلوعة روح الشرائع أن البروتستانت الإنجليز هم أكثر الشعوب الأوروبية قدرة على الانتفاع من أشيائهم الثلاث الكبرى الدين التجارة الحرية إذن النظام الرأسمالي سيجد روحه في الدين بمعنى إذا أردنا أن نفهم النظام الرأسمالي لن ننظر إلى الظاهر إلى المال إلى الاستثمارات ينبغى أن ننظر إلى القواعد الذي بني عليها والتي جعلته إلى حد ما يستمر إلى زمننا هذا بصورة من الصور لم ينهر لم ينهر لأنه ليس وراءه أمور تقنية اقتصادية محضر أو قواعد اقتصادية بل وراءه روح أخلاقية بل وراءه دين وهذا الذي يجعل الإنسان ينبعد ويتقوى فانتقاليد النظام الرأسمالي هي روح الدين روح الدين والموعدة الدينية الدين هنا ساعد في تركيز الفكر تركيز الفكر أن يجعل الإنسان مركزا في فكره لأنه يعتبر العمل واجبا أخلاقيا مع القدرة على السيطرة على الذات وهذا الأمر نجده في كثير من دروس التنية الذاتية والتنية البشرية والتي هي يعني عادة يعني قد خرجت من رحم المواعد البروتستانتية لأن أغلبها الفكر الانجلساكسوني يعني ولدت فيه مثل هذه العلوم التنموية والتي هي بالأسس ولدت في في الدين الروح البروتستانتية استقرت يعني أو صحة تعبير يعني أيقضت في الإنسان يعني هذه المفاهيم الإنسان الغربي أيقضت فيه الدين دين طبعا لنميزه هنا ما بين الدين البروتستانتية والدين المحق كثير من المواعد البروتستانتية ليسا مقصود منها الدين والحياة الآخرة بل مقصود بها الدين من أجل الدنيا فلذلك سنجد التطور هنا وقع في الدنيا لكن تخلف وقع في الجانب الروحي الحقيقي فلذلك سنجد من أهم المواعد البروتستانتية تقول إذا رفضتم طريقة الكسب والغينها واخترتم الزهد فإنكم تتعرضون لمقترب وترفضون أن تكون أولياء الله إذا لاحظ معي أن الولاية والقرب من الله بقدر ما يكون الإنسان الذي روح المشروع وروح الاستثمار القوة المعرفية في الواقع من أجل كسب المال إذا ما ذكره ماكس فيبر وغيره عن فضل الدين أو الفكر الإصلاحي أنه أساس الإقلاع الحضاري هذا يدل على أن تغيير الفكر من الجدل والنظر إلى العمل والتطبيق والممارسة تأتي عن طريق استثمار الروح الدينية لأنها هي الروح الوحيدة التي تقدر على النفاذ إلى فطرة الإنسان فطرة هي الروح أو النقطة المركزية أو نقطة الاستناد الكبرى التي من خلالها ينبعي الإنسان يعني يقدر الإنسان تغيير له أفكار معينة عادات معينة يعني فلسفات معينة لكن تغيير قد يكون مستقيا لكن تغيير الروح جدري لأنه يجري بالخلود في العالم الآخر جدا فإذا كانت المغامرة أكدا وواضحا إذن بعض المدارس الفكرية بنسبة لنحن التي تغلغلت في المناهج الدراسية والجامعية يعني لم تكن منصفة ودرسنا النهضة الغربية كانت عن طريق الاكتشافات الجغرافية وعن طريق الاكتشافات العلمية والصناعة إلى غير ذلك وفي الواقع هذه أشياء يعني تقنية هذه نتائج فقط أما الحقيقة التي بنيت عليها أصلا نهضة الخضارية الغربية وإن كانت مادية وضعية يعني ضيقة إلا أن أصلها هو الروح الدينية إذن متعلق بالفضرة لا شك أنه سنجد وحتف تقف القرآنية واضحا جدا وسنجد بأن القرآن يتحدث عن التغيير الجدري عن فلسفة شرح الصدر شرح الصدر كما جاء في سورتي لم نشرح بمعنى أن القرآن يتحدث هنا عن شق الصدر وتغيير ما في هذا القلب بشكل يرمز إلى الجدرية يعني إزالة كل العوالق والعادات السيئة التي تجعل الإنسان يخلد إلى الأرض ويكون جابان ويكون خواف أن ينزع إلى المغامرات يعني الواقعية وأن يخرج من دائرة الخوف الهلع الذي ينتابه وهو طبعا هلع يعني لا قيمة له ولا حقيقة له سنجد بأن القرآن يتحدث كذلك عن درجة خروج الإنسان من الموت إلى الحياة بمعنى أن الإنسان قد يعيش في وظيفة أو في مستنقع عملي معين ويعتقد بأنه يكسب أنه يعيش بينما هو في الواقع في حالة الموت يعني تاريخي لأنه لم يعرف حقيقة وجوده بعد لم يعرف ماذا يفعل فلذلك القرآن يسميه حياة حقيقية أو من كان منه تنفى أحيينا فهذه كذلك نقطة أساسية كذلك يتحدث القرآن الكريم عن ضرورة المواجهة عن ضرورة المغامرة مهما حصل اقتحام العقبة فلا اقتحم العقبة إشكال ليس في الخارج بل هو في نفس الإنسان إذن هذا الفكر الإصلاحي كما ذكره مكسف إذا شئنا أن ننظر في دين سنشئ بقالينا إن شاء الله إن شاء الله إذن باختصام شكرا لا شك أن هذا الفكر الإصلاحي يعني استنفر كل مفاهيم الجدرية في قاموس لحياة الإنسان وسما هؤلاء الرأس مليين مضاربين تجار أرباب المقاولات والضاربين في الأرض سماهم بالمجاهدين وبأولياء الله عندما نتجي إلى حقيقة الإسلام سنجد بأن الإسلام سيشبه التجار بالمجاهدين الله عز وجل يعني في صورة المزمل يقول وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله طبعا قدم التجار على الجهاد الذي هو السينام الدين قال بعض العلماء التجار أعظم من الجهاد لماذا وش فقط لأن فيها كسب المال مع أن الجهاد وما أدراك ما الجهاد لأن التجار روح الحرية يعني حياة الحرية يجد نفسه حرة في حياته وهذه روح حقيقة التوحيد أن الإنسان يكون حر أن استقلال الشخصية أي أن الكسب الطيب ومن جهده ومن عمله ومن ابتكاره ومن يعني اجتهاده ومن أفكاره يوازج هذا المجاهد في ساحة المعركة حتى أن سيدنا عمر قال لأن أموت بين شعبتي رحلي يعني وأنا مسافر أضرب في الأرض وأسافر في الأرض أبتغي من فضل الله أحب إلي من أن أقاتل يعني مجاهدا في سبيل الله تخيل معي السحابة كيف كانوا كيف فهموا هذا المفهوم إذن هذه الحقيقة الوجودية في كسب المال لا شك أن لها لا تتعلق بمجرد المال فقط بل هي تعطي للإنسان استقلال الشخصية وعزة النفس أي عدم تبعية قوة الشخصية فالقرآن الكريم تحدث عن تحدث يعني عن إنسان العدل والإنسان الكل ضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يأتي بخير هل يستوي هو من يمر بالعدل وهو على سباة المستقيم إنسان الكل إنسان الحر ذو القوة ذو المغامرة القدرة على التدافع على فتح الآفاق على الموجهة على الاستقام على الصدق على المحافظة على الأمانة في التعامل يعني هذا الإنسان العدل قوي جدا عندما يدخل إلى السوق بفكره فيحديته وجوده بالقوة لا تستطيع يعني رقم صعب في المعادلة لا يستطيع الإنسان يعني أن يزيحه بسهولة الفهوم الاستقلال في إحداث المشروع ضرب الله مثلا رجل فيه شركاء ومتشاكسون ورجل سلام لرجل هل يستويان رجل حر يملك أفكاره يملك قوة فكره يملك سلطته المعرف أينما توجه يمكنه أن يحدث التطبيير لا ليس تابعا ليس موظفا حكوميا تلا وارتحا رجل في الضار في الخدمة يعني في الشارع في أي مكان في العالم بأتفه الأشياء يمكن أن يكسب يعني رزق حياة معينة يعني السنين هو يكسبها في رمشة هذه لماذا؟ لأن أفكار قوية والذي روح المغامرة وروح الاستقلالية ليس تابعة فالنجاح مرتبط باستقلالية القرار في الدنيا والآخرة تم تفرق هنا بين الإنسان الحر والإنسان الحفظ هذا بشكل عام يعني صح التعبير هناك كثير من الأفكار التي تتصارع في ذهني الآن لكن ما يهم بالضبط هو أننا عندما نتحدث عن اقتصاد المعرفة من حيث التأصيل ومن حيث الرؤية الدينية والرؤية الروحية والتربية لا شك أننا نحتاج إلى عنصر محفز جدا لكي ينقلنا من مرحلة النظر إلى مرحلة التطبيق أن ينقلنا من مرحلة الجبن في الوظيفة إلى مرحلة الشجاعة في المشروع المستقل أن نكون قادرين على أن نكون مقاولين أحرار أن نكون مستقلين في كسب رزقنا لأن الأمة التي فيها شباب وفيها الجيل من الناس القادرين على كسب رزقهم أحرار غير تبعين فلا شك أنهم سينتجون أمة قوية قادرة على أن تجوب الآفاق أن تضرب في الأرض أن تكون دخرا لبلدها ولوطنها ولأمتها يعني عندما تحتاج إلى هذا الرأسمال البشري المعرفي القوي ستجده حاضرا دائما يعني في حياتنا لكن أؤكد كذلك في النهاية على أن الروح الفطرية التي غرسها الله تعالى في قلوبنا يعني هي الوحيدة التي يمكن أن تحركنا أن تحركنا نحو هذا النجاح القوي في استثمار المعرفة في حياتنا تمنى من الله عز وجل أن لا أقلت عليكم وأن لا أكون قد خرجت عن الموضوع النقاش أستسمحكم عدرا استغفر الله عليكم السلام عليكم ورحمة الله الله تعالى وبركاته هو الدين سواء الديانة المسيحية أو خاصة الدين الإسلامي وبأن القوة أو بأن القوة ديال الشباب والعزيمة ديالهم والمعرفة ديالهم هي اللي أعتقد الوحيد المستقبل اللي هو أفضل إن شاء الله إذن نشكرك أذر الدكتور عبدالقدوس على المدخلة ديالكم شكرا بالساف وحاليا نجزل المدخلة التانية التي ستتطرق إلى البعد الفلسفي لإقتصاد المعرفة سيقدمها الأستاذ عبدالرحم دقون أستاذ عبدالرحم دقون هو باحث في مصدر الدكتورة في فلسفة السياسة المعاصرة كاتب ومترجم مصدر فلسفة السياسة والدين والتواصل بجامعة الحسن ثاني مدرس فلسفة بالتعليم ثاني والتأهيلي عضو مؤسس وكاتب عام للجمعية المغربية لرواة تنمية بالدار البيضاء فلتفضل الأستاذ عبدالرحم دقون أحد الخورة شكراً سيدي الفاضل شكراً للخضور الكريم على استضافتنا في هذه الأمسية الفكرية الشيقة شكراً لمركز رفق والإخوة العاملين بالمركز وفي مقدمتهم السيد عائس مركز رفق والسيد محمد غزيل على حسن الاستضافة أتمنى أن تجدوا يعني فيما سأقدم عوناً لكم في إطار اشتغالكم على مفهوم اقتصاد المعرف يشرفني جداً أن ألتقي ولو عن بعد بالأستاذ أنحاس وأحييه تحية طيبة مباركة قاصة مباركة أتمنى أن نلتقي به إن شاء الله مباشرة في قريب الفقرس بإذن الله وكان شرف لي أن أنني التقيت من قبل و يعني شخص أكن له كل الحب والتقدير فوجه له تحية خاصة في هذه الليلة المباركة وقد سهل علي في الحقيقة الأستاذ أنحس يعني من موضوع المداخلة التي سأقوم بها لأنه أشار في مداخلته إلى الملمح الأساسي لهذا الموضوع وهو الاقتصاد وعود بنا إلى أساسيات وأمور يجب أن ننتبه إليها جيدا في اشتغالنا على اقتصاد المعليم للأسف سأحاول أن تقاسم معكم يعني للأسف لا أستطع أن نتصل من الموضوع لا يمكن لذلك لا يمكن أن تشتغل لكم لا يمكن أن تشتغل سأحاول لذلك سأحاول سأحاول أن تشتغل الموضوع سأحاول من الموضوع و أشتغل لذلك سأحاول من تشتغل التليفون سأحاول أن نحن كانت نتكلم عن الاقتصاد المعرفة لذلك أن سأحاول صعوبات ليست بالهيئة ونتمنى من السادة المهندسين أفراد الذين سأحاول معنا إن شاء الله أنهم يفيدون في الجانب إخوان أنا عدت نشار جيته في التليفون لذلك ما عرفت فين أمنين سأحاول هذا من التليفون إذا كان كان لذلك محمد يصدل حسب تليفون ذلك لذلك في دوسية تليف ما سمعت تليف دوسية شكرا لذلك شكرا لذلك تليف شكرا لذلك وانا تليف شكرا لذلك وانا لذلك سأحاول سوف يكون أحسن نعم إذن العرض ديالي سنطلق من واحد سؤال بسيط هو ما العلاقة بين مفهومين يعني على قدر كبير من الشساعة ومن العمق وهما مفهوم الاقتصاد والمعرفة ما الذي يجمع بين هذين المفهومين حتى نقول بأننا نتحدث عن اقتصاد المعرفة ويؤصفوني أن أخبركم بأنها فعلا علاقة ملتبسة ومتلونة وهذا المفهوم وهو اقتصاد المعرفة مفهوم متعدد الدلالات مفهوم ملغز وأحياناً يمكن أن نعتبره مفهوم مبتصر أو يعني بقدر كبير من التبسيط والاختزال بعض الملاحظات التي يمكن أن نشر إلى في هذا الصداد أننا نتحدث عن الاقتصاد باعتباره كان دائماً مبنياً على المعرفة والمداخلة التي أشار إليها أو التي تطرق إليها الأستد أنحاس تؤكدها أن الاقتصاد منذ القديم كان ينبني على أسس معرفية بدرجات متفاوتة نعم بدرجات مختلفة مختلفة مرتبطة بالتطور التاريخي الذي عرفته البشرية وعرفته المعرفة البشرية وعرفه أيضاً الاقتصاد الإنساني ولكن على العموم كانت دائماً هناك علاقة بين المعرفة فالاقتصاد هو نوع من التدبير للموارد التي هي متاحة للإنسان وهذا التدبير يعتمد أساساً على نوع من المعرفة لا يمكن أن يكون هناك تدبير من دون معرفة والمعرفة من جهة أخرى هي أيضاً في أعام مدلولتها تخيل على هدف أو غاية منها وهي تحسين الحياة البشرية على الأقل في مستوى يعني إلى حد ما العملي تحسين الحياة البشرية وبالتالي هي نوع من الاقتصاد إذن ما الجديد الذي يدفعنا إلى أن نطلق هذه العبارة عبارة اقتصاد المعرفة اليوم ولماذا اليوم الحديث عن اقتصاد المعرفة نحتاج إلى فهم هذه العلاقة بين الاقتصاد وبين المعرفة ولنفهم ذلك أقترح عليكم أن نعود مرة إلى الاقتصاد للأسف شديد لأنه هو الأسس وسأخبركم فيما بعد لماذا للأسف شديد لأننا نحتاج أن نفهم التطور التاريخي للاقتصاد أو التطور الذي عرفه الاقتصاد تاريخيا وأنتم تعرفون جيدا أن هذا التطور يمكن أن نجمي له في ربما لحظات أساسية نعتبر أنه لحظة الاقتصاد المعتمد على الزراعي اقتصاد الزراعي ثم مرورا إلى الاقتصاد الصناعي والآن نتحدث عن اقتصاد المعلوماتي أو اقتصاد المعرفة هل هناك على قبلنا هذه اللحظات التاريخية اقتصاد الزراعي اقتصاد الصناعي واقتصاد المعلوماتي لكي نجيب عن هذا السؤال نحتاج إلى استحضار مفاهيم أخرى لأسف شديد أيضا مرة أخرى وهذه المفاهيم هي رأسمانية وأشار لها أستاذ أنحاس مرة أخرى والعلم والسلقة وهذه المفاهيم هي أيضا في جانب منها في جانب كبير عندها حمولة تاريخية وترتبط بتطورات تاريخية عرفتها البشرية وعرفها المجتمع الإنساني على مستوى الحديث عن الرأسمانية تعتبر الرأسمانية نسق اقتصادي قائم على الرأسمان وبالضبط على المال وهذا النسق اقتصادي تطور تاريخيا من المرحلة الزراعية إلى المرحلة الصناعية بالأساس وهو اليوم يتطور ويطور من ذاته للمرور إلى المرحلة الموالية وهي مرحلة اقتصاد المعلوماتي أو اقتصاد المعرف العلم أيضا عنده علاقة بالموضوع طبعا لأننا نتحدث هنا اقتصاد المعرفة والمعرفة أو العلم هو يعني في جانب منه أو هو جزء من المعرفة إذن العلم باعتباره نسق معرفي ونظرة للعالم تقوم على أساس معين ثم السلطة باعتبارها طرفا أساسيا داعما منظما أحيانا طالبا وأحيانا منتجا للتروة والمساهم في الاقتصاد ومن جهة أخرى أيضا منظم وداعم للعلم وللمعرفة إذن خسنا نستحضره هنا كما قلت التطور اللي عرفوا الاقتصاد في التاريخ وهذا الاستحضار غير حيننا المفاهيم اللي هي الرأس المالية والعلم والسلطة نرجعو باش من يعني ما نحاولش أنني نشي نهرب بكم من الموضوع الأساس الذي هو اقتصاد المعرفة ونبقوا في مستوى المعرفة المعرفة عموما هي نوع من العلاقة بالعالم هي نوع من التعقيل للعالم لغة أو كما قال ماكس فيبر نزع السحر عن العالم هي نوع من العقل ادفع نوع من العقلانية على العالم من أجل طبعا فهمه تفسير الظواهر التي تحكمه والاستفادة طبعا من هذا الفهم من أجل يعني تحسين الحياة البشرية أو كي لا نقول يعني التحكم في هذا في هذا العالم من أجل مصلحة الإنسان وهنا قيمة المعرفة بهذا المعنى يمكن أن نعتبرها في مستويين قيمة أداتية قيمة الوسيلة شكلية هذا تصنيف الإشارة قام به ماكس فيبر أيضا ولكن ليس في الفوتستانية وروح الرأس مالية أو بل في الكتاب الأخر اللي هو الاقتصاد والمجتمع فالمعرفة أداتية أو قيمية أو جوهرية عندها بعد غائي عندها بعد أداتي أو بعد وسائل أما فيما يخص الاقتصاد طبيعته أنه يعبر عن استجابة للحاجيات ووجود مجموعة من يعني من المكونات اللي هي تدخل في إطار موجود المنتج والمستهلك والبضاعة أو المنتج الموجه لهذا المستهلك إلى غير ذلك ودور الاقتصاد هنا هو تدبير الندرة أن يدبر الندرة لا مجال للحديث عن الاقتصاد في الاجتماع البشري إلا نظرا لوجود شيء نسميه الندرة بمعنى نحن في حاجة إلى تدبير موارد تتميز بطابع أساسي وهو أنها قابلة للإطلاف قابلة للإستهلاق قابلة للانتهاء وبالتالي اقتصاد المعرفة إذا بغيرنا الربط بين هذا العناسب كله هو نوع من تدبير للمعرفة أو بالأحرى تدبير لندرة المعرفة إن أردنا الترجمة الحرفية لفهم اقتصاد لمعرفة فهو تدبير لندرة المعرفة ولكن المعرفة يعني في المعنى العام ديالها يحتب المعنى الذي عرفته اليوم تتميز بمجموعة من الخصائص أنها متحركة أنها أصبحت أساسية في المجتمع الحالي مجتمع ما بعد الصناعي مجتمع التوراة العلمية أو مجتمع يعني بالمعنى الفلسفي مجتمع الحادثة ومجتمع يعني كما قلت يعني ما بعد يعني الفورة أو التورة العلمية التي عرفتها مجتمعات الغرب يبان عصرنا هذا والحادثة المعرفة الآن أصبحت لها يعني نوع من تشكل نوع من البنية التحتية لأنها تساهم في إنتاج التروة كما تعرفون هذا جيدا وهي أيضا لا تخدع للأسف الشديد هنا هي النقطة المهمة التي يجب أن تنتبهوا إليها لا تخدع لآلية الاقتصاد التقليدي لأنها لا تفنأ فهي متوفرة بالسمراء بل تتراكم وتتكوتر بمعنى تزداد تنمو بالسمراء كما أن مثلا العبارة الشهيرة أن النص يتكوتر بقرائه بمعنى أن النص كلما قرأه القراء كلما ازداد معناه وازداد غينا وبالتالي فالمعرفة أيضا كلما استعملها البشر كلما ازدادت ونمت وتوفرت بشكل أكبر وهي لا تضيع أنها يحتفظ بها بطرق مختلفة عبر تاريخ الأجيال وهي أيضا عبارة عن حدث هي ليست مادة وليست لا مادة هي ليست مادة لأنها مع المعرفة ليست أشياء نتبادلها هكذا كما نتبادل بقمح مثلا أو نتبادل منتجات وهي أيضا ليست لا مادة هي ليست عبارة عن روح أو شيء هكذا من هذا القبيل بل هي عبارة مادة وقعها وهي بالتالي متنقلة باستمرار هي أيضا متنقلة باستمرار في سيرورة في تشكل المستمر وفي تنقل المستمر وبالتالي فهي منفصلة عن الآن وعن الهونة منفصلة عن الآن عن اللحظة التي توجد فيها وتصبح بمجرد أن تصدر أو تتشكل معرفة تصبح مستقلة عن الزمن فأنا الآن يمكن أن أحدثكم عن ما قاله الفيلسوف فلقان الرابع قبل الميلاد وهكذا ومستقلة عن الهونة قاله فئتنا إذن وأنا أحدثه من هنا عنه وأستعمل هذه المعرفة وأوظفها بشكل أو بآخر إذن منتصن عن الآن وعن الهونة وقابل للتوظيف المتعدد في لا نهائية ولا هوية لها وقابل للتفعيل المستمر وهذا هو الجميل فيها الابتكار والإبداع وكلما استطعنا أن نفع إلى المعرفة وهذه الإشارة التي أشار إلى أستاذ أنحاس بالتطبيق كلما استطعنا أن نفع إلى المعرفة استطعنا أن نبتكر وأن نخلق وبالتالي أن نطور من هذه المعرفة وطبعا النجني آتا لهذا التطوير وهذا عموما هو ما يسمى بفرضانة المعرفة هذه الخصائص كل يعني تتعارض مع مفهوم الندرة وبالتالي في اقتصاد المعرفة هنا أول شيء يجب أن ننتبه إليه هو أنه لا يخضع لآليات التفكير الاقتصادي التقليدي لأن الاقتصاد بالمعنى التقليدي يعتبر تدبيرا للندرة في حين أننا هنا عندما نتحدث عن المعرفة أمام شيء متوفرين باستمرار بل يتكوتر ويزداد باستمرار وبالتالي نحتاج إلى آليات لفهم هذا أو لتدبير هذا التروى أو هذا الشيء اللي هو المعرفة لتدبير أو لتدبير هذه المعرفة يجب أن ننتبه إلى ثلاثة أكتب أساسية وهي قطب المعرفة اللي هو سيصبح هنا المنتج أو المنتوج معلهم أنه في نفس اللقم نتو معافي المسألة أنه ممكن يكون مساهم في الإنتاج وبالتالي كنتكلمو على الإيقانومي دوصفور الإيقانومي فوندي أو فوندي مبنية على المعرفة أو اقتصاد المبنية على المعرفة أيضا نتكلمو على التمويل نرجع الرأس المالية اللي شرطنيها في البداية أن الاقتصاد بالمعنى دياله إلى حد الحديث في المراحل التاريخية الحديثة نتكلمو أساسا على وجود رأس المال وجود التمويل ثم نتكلمو أيضا على وجود جانب آخر من المعرفة اللي هو التكنولوجيا واللي هو اللي كتأسس عليه أو يتأسس عليه الاقتصاد المعاصر الإيقانومي فوندي سور لصور التكنولوجيا فيما يخص التمويل هن تكلمو في الاقتصاد المعرفة على رسمالات المعرفة الكابيطال صفواغ نتكلمو هنا على أن المعرفة تصبح رأس مال ونتحدث هنا عن العملة الافتراضية وعن العملة الرمز لكابيطال سامبول وعلى الاستثمار في المعرفة لا الاستثمار الاستثمار في المعرفة الاستثمار في يعني أن المستثمر صاحب رأس المال يستثمر في المعرفة ينتاج المعرفة فهي بما تعني هنا منتج ينتجه ويستثمره فيه لكي يربح لا الاستثمار المعرفة من أجل إنتاج أشياء أخرى إذن هنا اقتصاد المعرفة في الجانب دياله الاقتصادي التمويني يشير إلى توجه عالمي بل معولم يركز على الدكاء وعلى المعرفة في التسميم والإنتاج والتسويق وتنظيم العلاقات التواصل في العمال وحتى في مستوى إنتاج البضائع وتوزيعها وإيصالها والخدمات المقدمة من طرف مؤسسة أو الشركة أو حتى ربما دولة هنا عادة يرجع إلى النحطة مهمة جدا وهي مرتبطة للأسف شديد برأس المال وهي هنا علاقة هنا السلطة بهذا الموضوع السلطة تحيي إلى النظام إلى الاستقرار السلطة الهدف دياله هو تسير أو تدبير العام تدبير الحياة الاجتماعية أو الحياة المشتركة أو الحياة العامة بين أفراد الجماعة البشرية ما يخلق السلطة في هذا التدبير هو مشاكل التكيف أو ما يسمى بالتغير الاجتماعي بمعنى تلك الحركات تلك التوترات التي تنتج عن تدبير هذه العلاقات طبعا المعقدة على مستوى الجماعة البشرية ما تسعى إليه السلطة باستمرار هو إدارة وتدبير تغيير والحفاظ على الوضع طبعا هناك فئات معينة تحتكر السلطة وبالتالي يهمها جيدا أن يبقى الوضع على ما هو عليه وبالتالي نحن في حاجة إلى أن نضمنا آليات تمكننا من يعني الحفاظ على الوضع الذي يعرفه أو التنظيم الذي يعرفه المجتمع أعطيكم مثال باش في الموضوع مسألة حديما في المجتمع الزراعي كان التغيير كان المجتمع يعني يقوم أساسا على مسألة الشرف وبالتالي كان هم السلطة هو يعني في الحفاظ على التغيير الاجتماعي كانت تعتمد على هذا المبدأ الأساسي اللي هو الشرف ثم بعد ذلك من بعد يعني تطور لعرفات المجتمع البشرية وخاصة في المستوى السياسي من خلال نشوء العقل الدولة دولة العقل الاجتماعي إلى غير ذلك ولين كانت تكلم على الاختيار مبدأ الاختيار وأن من سيحكمونا سنختاره لا نختاره على أساس الشرف وإنما نختاره لأنه ربما هناك إجماع عليه هناك إرادة عامة ثم الإرادة العامة والعقد الاجتماعي والتعاقل يبقى كما أرى ولكن الآن هو الذي نتكلم على مبدأ آخر في تسير وفي تدبير تغيير الاجتماعي وهو مبدأ الكفاءة والمعرفة وكتشوف عبر العالم الآن الموجة التي يعرفها صعود تقنقرار مستويات مختلفة لا ضرر لأنه المرحلة تقتضي أن ندبر هذا عفوا أن ندبر هذا الوضع أو التغيير الاجتماعي الذي يعرفه المجتمعات اليوم من خلال اعتماد على الكفاءة وبالتالي أهمية المعرفة حتى بالنسبة إلى الصور وسعرنا ومكتسبة الصور من خلال الاعتماد على الكفاءة هذا هو معنى التطور التاريخي الاقتصاد المعرفة وضرورة أننا نمشي في التجاه الاقتصاد المعرفة فاقتصاد المعرفة ليس شيئا آخر سوى الاقتصاد من جهة المبنية على رأس المال وليس شيئا تدبير للتغيير الاجتماعي من جهة أخرى وعدروني إن أطلت عليكم سأحاول أن أختصر إذن شنو اللي عادي بحالي هنا أن نرجع مسألة التموي للرأس المال إذن هنا كنت تكلم على نوع من رأس المال المعرفة أو رأس المالية المعرفية وهي رأس المالية مباعد صناعية تطوّر تاريخي طبيعي جدا لأن الرأس المال حتى هو يتطوّر باش يمكن يستمر ويحافظ لمكتسبة دياله الموجة عفوا الصناعية التالتة المترافقة مع الأزمة الاجتماعية وهنا كانوا ترابط وثيق بين كما قلت التغيير الاجتماعي من جهة وبين التطور للإقتصاد وتطور رأس المال من جهة أصبحنا أمام إنتاج ومراقبة المعرفة وأصبح الرهى الأساسي الذي يراهن عليها أس المال هو تجميع وتركيز الأنشطة الاقتصادية ومراكمة المعرفة والاعتماد على الإبداع والابتكار والريسة على الآلات وتنظيم العمل التقليدي من أجل أننا نخفض التكلفات إلى غير ذلك هذه كل أمور وتركيز المال مرتبطة برأس المال إنه مستمع التقليدي ومراكمة 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 المعرفة الملمح السياسي هنا كما أشرت أن تركيز الرأس المال على قيمة المنتوج وعلى إدارة التغيير من خلال نظام جديد للعمل والتوظيف وتعرفون الأنزمات التي يخلوق ها اقتصاد المعرفة وحتى الحلول في نفس الوقت مهن جديدة مهن متقادمة أفق جديدة يفتحها ربما أطراف أخرى تتضرر في هذه المسألة ومسألة إدارة التغيير للجماع هنا مسألة الحديث عليها دوش جون وطويل ويحتاج مننا إلى تأمل عميق جدا لنفهم الأليات التي تشتغل بها مختلف مستويات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بقالية ملمح أخير وهو التكنولوجيا لكن تكلم عن الاقتصاد المعرفة لا بد أن نستحضر تطور المعرفي في مستوى الاعتماد على التقنية وعلى التكنولوجيا واقتصاد المعرفة هنا هو اقتصاد بأساس معتمد على المعرفة فوندي سورلي كونيسونس وإدماج تقنيات المعلومات والتواصل في إنتاج المعرفة والخدمات والبضائع وتوضيف الكفاءات المعرفية والتقنية العالية والرقمانة إلى غير ذلك والانزياح من الإنسان إلى الإنسان العامل إلى الآلة ثم إلى البرامج الآن والذكاء الصناعي والروبو انهيار نظام طبعا السوسيو اقتصادي الفوردي اللي منعلى أن الاقتصاد ينشأ من خلال أن العامل يبيع المجهود دياله ويحوله إلى قيمة هنا عادي نختم بمسألة مهمة جدا من التكنولوجيا طبعا وهو أن اقتصاد المعرفة فتح أو يقال بأنه فتح أسواق جديدة ويفحق أسواق جديدة بل هي أسواق نوعية يعني تغيير نوعي ليس فتح أسواق جديدة بالمعنى الكمي فقط وإنما بالمعنى النوعي لأننا أمام سوق شفاف هادو من حسنات ربما اقتصاد المعرفة يفترض أن أنه مفتوح أمام المستهلكين والمنتجين على حدى وإزالة الوساطة بمعنى أن الميهن التقليدية التي لم تستطع أن تتكيف مع التطور الذي عرفه الاقتصاد من الاقتصاد الصناعي إلى الاقتصاد المعلوماتي أو الاقتصاد المعرفة ستختفي سترقى صعوبات لكي تقلم وتحتاج إلى تطوير ذاتها بسرعة الانتاج المشترك المستهلك في هذه السوق أصبح طرفا في الانتاج لأنه باستعمال المعرفة يطورها ويكوثرها كما قلنا ثم يعني هنا بعض المشكلات المرتبطة بهذا اقتصاد المعرفة أغنى ألخصها بسرعة شديدة هي مرتبطة وقف وصف سلع المعرفة والإشارة في البداية هنا المعرفة هل نعتبرها مجرد أداة وسيلة أم عندها واحد البعد قيمي جوهاري هنا السؤال أخلاقي وعندنا مشكلة أخلاقي فيما يخص الحديث على اقتصاد المعرفة هل يحق لنا مثلا أنها الدعية بأننا نمتلك المعرفة وبالتالي إذا أردت أن أستفيد منها أنا يجب أن أدية مسبقا حقوق الملكية ضراءة اختراع اللي اليوم أصبحت إلى حد ما سلاحا يستعمل يعني من أجل في صالح اقتصاد طبعا ولكنه ضد المعرفة ولا يخدم المعرفة تجميع وتشفير المعرفة حماية المعطيات الشخصية البيانات الضخمة هذه كلها إشكاليات أخلاقية تتيرها أو يتيرها في اقتصاد المعرفة ثم أيضا هناك علاقة أو هذا هو الخاطئة في الأمل الذي حاولتو منذ بداية أن أشير إليه علاقة غير متكافئة بين المعرفة والتمويل أو هي ما نطرأس المال على المعرفة أعتقد أنني يجب أن أتوقف عندها شكراً جزيلاً الأستاذ عبدالرح نتقون شكراً أستاذ المدخلة لكم ألوه الأستاذ خلال المدخلة ديالو اتطرق إلى المفهوم للكلمتين الاقتصاد والمعرفة بالنسبة للاقتصاد لأنه مر عبر ثلاث مراحل المرحلة الأولى وهو العصر الزراعي ومرهداز العصر التكنولوجي وعصر المعلومات وبالنسبة المعرفة أضر على الشقين ديالها أنها تقدر تستعمل على أساس كأنها منتوج وعلى أساس كأنها وسيلة أن المعرفة كمنتوج لتهم تصويق ديالها والمداولة ديالها والإنتاج ديالها وتصويق ديالها وعلى أساس كأنها وسيلة وسيلة لإنتاج تكنولوجيا حديثة عن طريق مراكمة المعلومات والإبداع كما بين أن هناك دور كبير لاقتصاد المعرفة في اتخاذات القرارات وتأثيره على المحور السياسي واتخاذ القرارات كالتصويت وما إلى ذلك وفي النهاية طرق إلى أنه كان حويج لخصوم ياخدهم الناس بعين الاعتبار يعني أنه كحماية المعلومات والشفافية والأخلاق والمستقية فاتشق هذا إذن كنشكرك أستاذ شكرا جزيلا على هذه المدخلة ديالك وقندوز الآن المرحلة التالية والمدخلة التالية التي تخص نشأة الاقتصاد المعرفة يقدمها المهندس محمد الغزيل المهندس محمد الغزيل هو رئيس مركز رفق للبحث العلمي باحث في سلك الدكتورة في موضوع تغيير المناخية علم مؤثر بعدة هيئات وطنية مشرف على مشاريع التنمية له كتابا كتاب هلك وكتاب الارتقاء نحو المؤسسات فليتفضل أستاذ محمد الغزيل مشكور عني شكرا جزيلا دكتور محمد على هذ السيرة الرائع والجميل جدا إذن في المداخلة ديالي إن شاء الله سنحاول نكمل الى الأفكار التي تشارل اليوم مقبل مني سواء في مداخلة ديالدكتور عبد قدوس الحاس ولا الدكتور السيد عبد الرحيم إذن بالنسبة الاقتصاد المعرفة هذا الموضوع هذا كما شكتوا من قبل لهذا رأي يعني أنه كانت نشأ يعني قديمة دياله لكن لم تتطور بشكل كبير إلى في العصور الأخيرة وبالتالي لابنين نعرفوا ما هي ديالة الاقتصاد ديالة المعرفة كما كانت عرفوا بأن هناك وحنا المصطلح يستعمل كثيرا ما يسمى بالتنمية المستدامة منين جاءت هالتنمية المستدامة التنمية المستدامة جاءت من أن في الأول الناس كانوا يهتمدون على الاقتصاد يعني فأش كي يجي شيء واحد كي يريد يريد مشروع أش كيف يفكر يقول واش هاد المشروع مخرجني بالفلوس وما مخرجنيش واش مربحني وما مربحنيش كان هادي هي الفنسفة التي تقود الاقتصاد في الأول والمشاريع في الأول من بعد بدأ يفكروا يقولوا لا يعني سنعودي حيث نريد مشروع سنضروري إن أخذ فيه ونربح ولكن نرى أيضا جانب المجتمع واش يأخذ معي استقرار المجتمع ولا نتحدث عن ما يسمى العدل الى اجتماعية وبالتالي نصدر المشروع ويعذي فقط المشروع هذا واش هو يحترم الجانب الاجتماعي ثم طرح سؤال فيما بعد ذلك يأتي نحضر على ما يسمى البيئة وليس نحضر هدا الاقتصاد ويحترم البيئة ولكن في الأول الناس مثلاً يقدرشي واحد متى ميتر بصير بغير معصر غير الزجون ينطل يديرها عادي جداً لكن هذا لا يوجد عدد اثيرة بيئية ولم يوجد اثيرة بيئية ممكن تبغي تنطل تدير واحد المنتوج معين ولم يوجد اثيرة بيئية ولم يوجد اثيرة بيئية ثم بدلا ندرع التفاعل بين المجتمع والبيئة وشهونك تواغ وما بين البيئة ومن المجتم في البشاريع الآن الاقتصادية كانت من تلك الدائرة الضيقة ديال الاقتصاد حين وشك تدخل الفلوس وشمور بي حولك المبيحة حنتقلنا الى هاد المعادلة اللي كانت ترفيها على المجتمع والبيئة وش تم الاحترام دينهم ولما تمشي الاحترام دينهم من هنا السؤال ديال الخصائص الأساسية للاقتصاد كانت تطرح دائماً عند المتخصصين ما هم الخصائص الأساسية ديال الاقتصاد كنت تعرفوا دائماً بأن الاقتصاد يعني خصوصاً منه التقليدي كان يبني عن ما يسمى بعناصر الإنتاج ولكن هالعناصر الإنتاج هذي كانت عندها واحد ميزة معينة اللي هي أنها كانت محدودة يعني إذا أنا بغيت ندير شي مشروع ولكن بني مثلاً على الفلاحة هذي العناصر الفلاحة عندي محدودة بغيت ندير شي مشروع ونبني على البترول البترول ما تبع أي بصة كبه ونبني على الغاز بشي مرض أي بصة في هالغاز ونبني على التوب بشي أي بصة كبه إذن كانت عناصر الإنتاج محدودة جداً 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 في الاقتصاد التقليدي ولذلك هنا جاء طرح سؤال هل يمكن بناء اقتصاد بموارد غير محدودة؟ إذن وش ممكن أي واحد يدد الاقتصاد دبا اللي بغي يدد الاقتصاد في الأول خلصنا ضروري إما يكون عندك الفلوس إما ببقلة بس عليها وخلالك واحد الورت إما أنت يا لقيت شي شي كنز إما اجدت تي ونطلطي بوحدك حتى تبطي الفلوس وطلطي لشأنهم يكونوا عندك إذا كان الاقتصاد حتى يقوم لا بد لهم على الاسم إنتاج وتقال على الاسم التقليد محدودة طرح السؤال المناقض هل يمكن بناء هذا الاقتصاد بموارد غير محدودة؟ ولذلك لما يعني سنفكر بهذا المنطقة هل يمكن بناء اقتصاد بموارد غير محدودة؟ أوتوماتيكيا سنفكر في الأمور التالية ليهي أولاً أنه اقتصاد سيسهل التعامل لأنه سيباني على موارد غير محدودة ما شيب حرفش كان بنيوا اقتصاد على موارد غير محدودة وبالتالي سيكون واحد من المنافسة واحد من الحرب أيضاً اقتصاد يضمن واحد العدالة اجتماعية لأن كل شيء سيكون عنده وليس ضرورة أن تكون واحد لبيئة معينة لأحد موارد معينة الأمر الثالث لأنه سيكون اقتصاد إضافي في التعاملاته لأنه سيأتي هنا نعطي أنا اقتصاد موارد غير محدودة وهذاك الموارد غير محدود كين عندك حتى أنت يعني كين عندي وكين عندك وبالتالي أنت حفل معادلة واحد زائد واحد يساوي لا تماشي عكسين واحد زائد الصفر يساوي دائماً يعني هذاك واحد اللي عندي يعني أنا طبعاً عندما كانت نروح عن المعاملات الرياضية كانت نروح عن المعاملات الاقتصادية أخيراً أنه الاقتصاد يضمن قدرة اشتراعية متساوية لدى الجميع إذا هاته أسئلة فلسفية كانت تطرح عند أهل الاختصاص وبدأوا تفكروا كيف هاش ممكن جيبوش اقتصاد من هذا النوع هذا طبعاً عندما يبقيتك تفكر أنت كشاب كطريب باحد في الاقتصاد بالموارد التقليدية يحقق هذه المعادلة الأربع ربما يأتيك صحباً جداً وإذلك إجاء اقتصاد المعرفة وهنا يعني هذا الاقتصاد لما ظهر وبدأ يعني يتطور بشكل كبير في السنين الأخيرة بالخصوص يعني أصبح له موقع وأصبح الناس يعني يشاركون فيه بقوة فبالتالي اقتصاد المعرفة هو انتقال مما يسمى من بيع السلع إلى بيع الأفكار وهنا دبنتم كطربة باحثين لماذا اخترنا لكم هذا الموضوع في مركز ريفك لأنه وأنتم تقومون بالأبحاث وأنتم تفكرون في مشاريعكم المستقبلية فكروه بأنه قد انتقل الناس من بيع السلع إلى بيع الأفكار فأنا لم أبقاش لكذا تفكر أنت كشاب يتدرع المتقليين مثلاً لا تفكر لا تفكر لا تفكر لا تفكر رأس مالكة الآن هي الأفكار الآن الناس تتلبس بالأفكار ليس بالسلع فقط السلع طبعاً مهمة أيضاً والأفكار من خصائصها أنها ممتلكة وأنها غير محدودة إذن هنا الآن يتم الاشتراك ونريد أنتم كشباب أن تشتغلوا في هذا المضمار أنتم لا تفكروا وتقول في تخصص ديالي أنا تفكر في تخصص ديال الدراسة العربية ولا تتقرأ في الجغرافية ولا تتقرأ في اللغات ولا تتقرأ في الماضي ولا تتقرأ في الفيزيك ما هي الأفكار التي ممكن أن نقوم بالاقتصاد التي أمتلكها الآن وهي غير محدودة والتي ممكن أن نتقرأ هذا السؤال الفلسفي الأميق لذلك نظر الحسابية التقريدية أصبحت متجاوزة ولذلك جيمي كارتر قال في مقولة بأن الاعتماد على الطاقة هو المعادل الأخلاقي للحرب الذي يهدر على الإنجيتيك إلي كيفالومورال دولار غير وبالتالي كان دعا جيمي كارتر واحد لقطة لما يسمى بتأشير الدولار لكالمبني بالأساس على المواد الأولية التي تتميز بقوة كبيرة لكنها محدودة إلى الانتقال إلى تأشير الدولار إلى المعرفة التي تتميز بقوة كبيرة لكنها غير محدودة منذ زمان وهو جاءت هذه الفكرة تأشير الدولار المبني على المعرفة المثال التطبيقي فيسبوك يعني لما تذهب الآن لشحال تؤثر هذا الفيسبوك على الناس وشحال تؤثر على الاقتصاد الأوروبي في دراسة للمكتب دولوات ماهو قال؟ قال بأن الشفر ديال فيسبوك ديال خمسطاش فاصلات لتبليون عشنا هي خمسطاش فاصلات لتبليون أوروبي لديد موقع فكرة شاب فكرة اقتصاد المعرفة فكرة شاب مرضيالكوميكتسنطولية فكرة شاب بسيط من در موقع تواصل ما قالش بأنني أخسني مش نكري اللوكال ما قال بأنني أخسني بحسب بسيط و بفكرة عميقة جدا درجة أن حتى الإحصائيات حول وظائف الشغل يوفرها فيسبوك يعني كبيرة وكثيرة جدا وهذه الدراسة يمكن أن نرسلها لكم الإطراعي أكثر وإذلك داروا واحد من النكت والطرائف واحد الكيستيونير وسؤولوا واحد السؤال الناس قالوا ما نعطيوكم وتنسحبون من الفيسبوك لابنتم اللي معانا هنا في مركز ريف إلاجة عندكم مثلا شركة منافسة من الفيسبوك وقال لكم دلكم صالير ما هو الشغل الصالير الذي يأخذون في الشر وتغلقون فيسبوك والآخراف عن مركز وتضيحون نستخيل على السؤال لأننا نريد أن يترى توقف الناس بالفيسبوك فهذه الدراسة فلن تركوها معانا ما هو الأمر يجبون فهذه يساولون يعطيهم الشر ويتخيل بحسب المركز وعندك أن تعتبر شركة بشركة وأخبرت لك ما ستتحدث وعندما تقول له فلما عملوا الدراسة أخرجوا لقاوا بأن المعدل للناس ما بين تسعود وخمسين وخمسة وسبعين دولار للشعر يعني 750 درهم قال لك لا بغيتين ننكيبتين فيسبوك وما ممرين عاول حل الكونت ديالي فيسبوك عاولي 750 درهم للشهر وما عمك تشوفين فيسبوك حنا دياليو النار عمكين نطلبو كتر باش تعرف بأن فيسبوك استطاع أنه يشتق وخلق واحد اقتصاد معرفة قوي جدا بفكرتين باسعة وإذلك هنا يعني لما نذهب إلى مقارنة الدول من الدراسات التي تعتمدها على مقارنة الدول وهو التقرير التنافسي العالمي الذي يصدر في مؤتمر دافوس هذا التقرير الذي يعني يعتمد على 12 معيار وشي حول صنف الدول هالولا هالثاني هالثالثة هالربعة إلى غير ذلك اعتمادا على 12 معيار لو ذهبنا إلى المعيار يعني رقم 12 أغادي اللقاوه هو معيار ديال لإبداع تخيلوا معي الآن أصبح معيار الإبداع معيار اللي كتقارن به وهذا ترتيب المغرب 75 إلى 140 ترتيب دياله على مستوى الإبداع على مستوى العالمي عفوا بصفة عامة بمقارنة مع ماليزيا يعني على مستوى الإبداع تتلقاوا لذين ديالكاتور اللي هما كيعتمدوا ممكن رسولكم من شاء الله من بالهاتذ دوكيمون باش تقراوه هاتذ رقوزي وتعرفوه كيفاش كيتم المقارنة ديال الدول بهاتذ لذين ديالكاتور جوجل أيضاً جوجل اشتغلت على أربع أمور اشتغلت على التقنية أن يتم الإبداع على مستوى التقنية الإبداع على مستوى التنظيم الإبداع على مستوى التسويق ثم الإبداع على مستوى الإنتاج أدارت واحدة قاعدة جوجل الموظفين ديالها تمتها بقاعدة عشر عشرون سبعون من باب أنها تطور العمل وتظل دائماً في الرياضة في الجانب الاقتصاد المعرفة ما هي هذه القاعدة هي قاعدة تقول 70% من وقتك لمهمتك الرسمية و20% للرفيق في العمل و10% أعمال خارج الوظيفة تقلص على 70% كدر بها خدمتك و20% تخدم مع صديق و10% تخدمها خارج الوظيفة تخير معي هذا الإبداع في تقسيم التوقيت للوظيفة وإذلك نحن في رفق لما طلبنا منكم تشكيل مجموعات بشكل مختلف بتخصصات مختلفة لماذا؟ لكي تزعموا وتولفوا أنكم تخدموا مع الناس لما عندكم شيء مشترك أما لكي تخدم مع الشيء واحد الذي يجعلك عندكم شيء مشترك معه هذا أمر سهل يعني لا يحتاج منك إلى جهد لكن المطلوب هو أن تشتهد وأن تخلق علاقات جديدة لأنك ما عندك مسألة مسألة الإبداع ختاما قصاد المعرفة هو أقتصاد يتميز به التبادل وهذا التبادل فيه تزايل وغير وسيطلع ويتميز أيضا أن هذا التبادل أيضا ليس خطيا لأن هذا التبادل لأن هذا التبادل غير مرتبط بزمان ولذلك أنتم الآن مطالبون بهذا التكوين في الأكاديمية نعمل على التفكير خارج الصندوق التفكير بطريقة غير مألوفة على أنكم تقولون في ثانية ما ممكن أنا في تخصص دياري نفكر ما هي الأفكار اللي ممكن تخرجني فحتي تقتصاد المعرفة وتعصر دماغ وتقلص مع الصندق ديار كنت تقتصد وفتخصص كل ما هو المشروع اللي ممكن يدره أنويك يكون مسترك بيني وبينك ولكن يكون مبني على الأفكار ما شيء مبني على أنه فيما قلنا لشي واحد يقوم بشيء المشروع تبدأ يقول خسني لارد خسنين مقار خسنين فلوس خسنين ودائما أنت يبني على هاد الماديات أو على ما يسمى بالاقتصاد التقريب نتمنى إن شاء الله تكونوا مصلتكم لأفكار ونظل لا إيمان نرح لإشارة لكم المجال إن شاء الله للمداخلات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً سيد محمد الغزيل على المداخلة ديالك على أغل الأسد محمد الغزيل في المداخلة دياله وإن شاء الله للمداخلات نعم بينا أنه في المداخلة دياله ضرورة الانتقال من الاقتصاد العادي اللي هو كعتمد على للدول ك fluid كي يتمد على الأرض كي يتمد على حالة كما قال ن 좋은 كي يتمد على الحوايج المادية ندوزل واحد الاقتصاد اللي كي يتمد على ليش ع veulent وحد الموارد اللي هي غير محدودة وبين خلال المحاضرة دياله بينا أن الاقتصاد هذا هو اللي كي يتمد على الأفكار وبين هذا الاقتصاد اللي يعتمد عن أفكار فينا جزء الأمثلة مثل ليا الفيسبوك ومثل ليا الجوجل هنا كما أنه شجع الطلاب على أساس باش أنهم يباشروا في هذا الموضوع هذا باش أنهم يشاركوا بوحد القوة في الاقتصاد المعرفة باش أنهم يحاولوا ينتجوا أفكار عن طريق الإبداع وعن طريق تراكم الأفكار والتبادل للأفكار لأن واحد زائد واحد كتساوي ثلاثة كما يكسب ماشي واحد زائد صرف كتساوي واحد لأن فكرة زائد فكرة كتساوي ثلاثة دي الأفكار لأن الفكرة ديالك والفكرة ديالك والفكرة ديال الإنسان اللي كنتي كنت تحاول معاه زائد فكرة ناتجة على هذه الفكراتين هدوب جوجل شكراً سيمو حمد لغزيل للمدخلة ديالك والآن نمر إلى الأسئلة في حالة اللي عندش سؤال يتفضل السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام عليكم ورحمة الله تقدم السيخ خليل معكم شهيد خليل باقي تربية وتتخنولوجيا أشكر مركز ريبق وأركز وأشكر عفواً جميع الذين قدموا مروضاً كلهم يسمي ووسمي باللسبة لي سؤالي أنا عندي سؤال متبط بالعلاقة بين بعض المتاهين وسؤال مرتفع في تنمية هذه الأمور التي ذكرها مضم المخاضرين في تنمية هذه الأمور إذن السؤال الأول إذا تحدثنا عن المعرفة وتحدث الإخوة مشكورون عن علاقة معرفة بالعلم وهذا فيه نقاش كبير أنا أريد توضيح بسيط ولو بسيطاً لأن مسألة غير محسومة لكن أريد جواباً في هذا الشأن بالعلاقة بين المعرفة والعلاقة بين نظرية المعرفة والعلاقة يعني عفواً بالاقتصاد المعرفة وبين نظرية المعرفة وبين الديبتسيمولوجيا في مذهبي من يفرق بين النظرية المعرفة والديبتسيمولوجيا ثم عندي سؤال آخر وأخير فيما يتعلق بالطرق التي ننمي بها مثلاً كما ذكر المحاضر الأول سيعد القدس من الحاس كيف ننمي مسألة الاستقلالية عند الناشئة فمثلاً أنا مدرس كيف أمرر هذه المسألة ومثلاً أنا أب كيف أمرر هذه المسألة يعني كيف أربي هذا العدم التخوف في ذلك الشخص الذي سيكون في الاستقبل أو في الإبن أو في يعني من أتعامل معه أو في نفسي كذلك إذا كنت أتخوف وأتردد دائماً في الإقبال على بعض هذه الأمور التي تصدر بذرآة وشجاعة وشكراً لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لآن نحن أعطيه المكلمة لزكريا عسري تفضل لزكريا عسري أكتب الميكرو ديارك وعطاني المداخلة ديارك بسم الله الرحمن الرحيم هل تسمعني مزيد؟ نعم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم وقبل كل شيء كان منشكر مركز رفق جزيلا شكر والأستيدي الكرام مداخلتي عبارة عن ملاحظة والسؤال فيما يخص الملاحظة حبادة لو جزاكم الله خيراً جميع دكاتيرا والأستيدي اللي كي أعطيوه المحترات ديالهم يديروا بها الأسر الغزير جزاكم الله خيراً كيف أكثر من المتجل في الكونيكسون ويأخذوا دوتو كيكون صعيب أنا كغير بالعادرة ربما مراكزة نعيفة من ترعى الكونيكسون يعني كيكون صعيب باش ناخدوا النقاط عندي الأستيدي الكاريو في الكرام هذا بالنسبة للملاحظة بالنسبة للسؤال أستاذ الغزير عفك من المتجل الاقتصاد المعريفي هل تفضل المتجل؟ هل تفضل؟ هل تفضل؟ أستاذ الغزير عفك أستاذ الغزير عفك لم تسمعنا السؤال جيد؟ حيث يكون صعيب مسؤالة لم يكن أعرف سؤال من المتجل أستاذ الغزير عفك هل تفضل؟ هل سمعتك؟ لذلك صراحة ما سمعتش سؤال مزيد لكن ممكن ستي زكاري يكتب الناس سؤال في القوماتير لأنها ما سمعتش مزيد تانا صراحة شكرا كان شي وحدة أخر بغي عندو شي مدخلة عندو شي سؤال مرحبا شكرا 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 يجب أن أدرك المصارف والشيد سيدنا نبينا محمدين وعلاء يوصف جمعين شكراً للموصول الأساسية الكرام والإخوة فيه كيف متضعيف مصرح الله زوجيني تقلبي منكم أنا عندي واحد مجموعة دي الأسئلة الأبان غير مؤتروا لكن بعد الإشكالات إشكال الأول كمان نعلم أن من الأساسية دي الأقتصاد هو ربح أنا بالبداية أول ما أطرع على هذا الفهم دي الأقتصاد المعرفة من الإشكالات التي تقعها هي هي المعلومات ونحن نتكلم على أن الاقتصاد المعرفة أصمره هو المعرفة هو المعلومات والمعطاية يتوفر المعلومات بشكل مجاني بشكل مجاني بشكل متاح وفي الوسائل الإكترونية حيثة مقارنة مع الاقتصاد الذي يبني على الاقتصاد التقليد الذي فيه البيضعة مقابل ثمن بما أن البيضعة موجودة بطريقة ثمن موجودة وهنا في الاقتصاد المعرفة البيضعة يصح التعبير وهي المعرفة وهي المعطاية اللي ممكن أن الشخص يطلع عليها بشكل مجاني وليس يطلع عليها بشكل مجاني وليس يطلع عليها بشكل مجاني أين هو ربح في الاقتصاد المعرفة من هذا النحياني ثم النقطة الثانية المؤسسات المنتجة الاقتصاد المعرفة هذه المؤسسات العلمية الأكاديمية والتي تشتغل على العلم المعرفة هنا سؤال الآخر هو ما موقع مركز البحث مركز البحث من الاقتصاد المعرفة ومن إنتاج معرفة عموما يحضر لمركز البحث ثم النقطة المهمة التي طاح الأستاذ أبداحيم هي أن هيماني طاقس المال عن المعرفة وجوز أساس اقتصاد المعرفة وإني كنت أتكلم عن هيماني طاقس المال أن نتكلم عن التوجيه ديال المعرفة بالترأي من صداقية ستكون نهاية المعرفة في إطار هيماني طاقس المال نحن نعرف أن البضاعة مثلا أو الاقتصاد العادي أي بضاعة معينة مجرد أنه كبير في رواح العيب ظاهر مثلا في المنتجة أو غير ذلك كتفقد القيمة ديالها لكن عندما نتكلم عن المعرفة نتكلم مثلا عن مركز العلمي أو مؤسسة علمية كبيرة جدا أو عن مستوى العالمي ولكن تنتج أفكار موجهة هنا القيمة ديال المعرفة أي قيمة ديال المعرفة عندك في مدام أنها أخصى سملا لأنها ستكون مطبعة بلحث مدام أنها أصدر المعرفة إذن ستكون موجهة ثم النقطة الأخيرة هو واحدة علاقة ما بينه مصطلحين أنا شخصيا تلبس بينهما هو العلاقة ما باقتصاد المعرفة والاقتصاد المبني على المعرفة وشكرا جزيلا شكرا جزيلا سيبيلال سيسا كليك أننا طلب أنه يدير مدخلة إلا هذي تفضل السلام عليكم أولا كنسكر المركز الرفق على هذه المبادرة وكنسكر الإخوان محاضرين والإخوان أيضا مضاخلين أولا نعرف براسي زكريا الرئيسي طالب كنت طالب الحمد لله يعني حاسي على سائزة المنظر المنظر الوطني وتزاوة شير تخصص تقيق والمحاسبة ومراقبة حالا مقاول في شركة أصغال بناء السؤال لي هو كيف نحول اقتصاد اللي كان عندي يعني كنت باديه بفكرة اقتصاد تقليدي باقتصاد اللي كنت اللي كنت درسناه في الكلية ونرسناه با ندرسة الوطنية تزارات سيير يعني ما كنت سعملني على الفكرة دية الاقتصاد المعريفة كيف اجد بحالة أنا قديت نشرها دية لذا ما تنسلين بس يمكن لما نكملز عمل السافل أو نحول من هذا الفكرة دية الاقتصاد اللي هو تقليدي الاقتصاد دي المعريفة وشكرا شكرا استيحاتي متفضل السلام عليكم محمد الله وبركاته شكرا موصول لجمع الإخوة الأفاضل كلهم بصفتي وإسمه وإذا مركز رفق يتأهل بحيثين الشباب صراحة المدخلات كانت جد قيمة لأن الموضوع هو موضوع السعب وموضوع حساس وموضوع يعتبق بتغييرات مجتمعية حاصلة ومتسارعة لمجتمع يسمى مجتمع مبعث الصناعي أو مجتمع الاقتصاد الجديد أو مجتمع عاصل المعلومات إذا كان الاقتصاد هو الذي تكمنه أو الاقتصاد المعرفة هو الاقتصاد الذي تكمنه فيه الأفكار والمعلومات وأشكال المعرفة وعاء ابتكار والتوسع الاقتصادي فهناك شقين أساسيا للحديث على هذا الاتقار الشق الأول هو الشق المطابر بالتكوين نحن نعلم بأن البضاعة كلما كانت جودتها قيمة كلما كانت أمنها أعلى وبالتالي لكي تكون قيمة لابد أن تكون موادها الأولية هي مواد جد مستحسنة وبالتالي كذلك حتى المعلومة إذا كانت مبنية على أسس علمية دقيقة وكذلك حتى صاحب المعلومة إذا كان له زاد المعارضين متنوع ومطلع في مجالة عدة الأكيد أن المعلومة ستكون لها قيمة الشق التاني هو مرتبط بالاستثمار في مجال المعلومة كما هو متعارف عليه هو أن الدول التي تستثمر في اقتصاد المعارضة عن طريق التعليم والتكوين فأكيد أنها قد حصدت مستويات متقدمة على مستوى العالمي ولذلك يبقى التحدي في عالم العالم العربي والمجتمعات والعالم الثالث يبقى التحدي هو في مستوى التكوين أو نوع البضاعة التي يحملها الساعي في اقتصاد المعرفة وهنا من جربتي الخاصة وأن أشتغل في قطاع الخاص في مجال المقاولة لمست حقيقة أن المعلومة ذات قيمة كبيرة جدا كلما تمكنت من معلومة ولو صغيرة ولو دقيقة كلما توصلت إلى نتائج أحسن وإلى مضاعفة للأعباح وهذا جربة عملية لهذا نوشي السؤال للإخوة الكرام على مستوى التكوين يعني المستوى الزاد المعرفي لكي تصمعه في اقتصاد المعرفي ثم على مستوى الاستثمار الدولة في هذا المجال وشكرا السلام عليكم شكرا جزيلا علوه هنا كي موصلو لحد نتافي بهذا العدد من الأسئلة إلى أنه كيني نجموعة هذه الأسئلة عدنا في ال 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 يعني كيف أجرأت الاقتصاد بالمعرفة هذا السؤال دير محمد بن عانع كيف يمكن أجراء الاقتصاد المعرفة ويجعل لها وظيفة كين من بعض الإخوان يطلبوه من محمد غزيل على حساب السلايد اللي فيها الاقتصاد والمعرفة والبيئة والمجتمع والبيئة يعود يكونوا حتى وضح له وشكرا وشكرا كين السؤال ديال أمال للقبوس كال processus pour appliquer les théories de l'économie de Savoie هذا هما الأسئلة اللي كان الآن نعطيه الكلمة الأساسية ديالنا الكرام ونعطيه الكلمة لدكتور عبد القدوس أنحاس تخضر الدكتور معي تسمع وي أفسد وي أفسد تقدر مزيان مزيان شكرا أولا لإخوة للشباب أسئلة كبيركم وهي أسئلة وجهة حقيقة لم يكن سؤال لأرحالية المباشرة فلذلك أسئلة كانت تقنية وعملية أعتقد بأن السيمحم للغزيل يعني معني بالدرجة الأولى بهذه الأسئلة باعتبار أنه المداخلة كانت في هذا السياق وكذلك لأنه دخل أيضا في معمعات المشروع والجانب العملي باعتبار أنه مهندس وتقني ورئيس مركز يمكنه إن شاء الله أن يجيب بأن نشكر كذلك سياد رحيم على مداخلته الجميلة جدا أنه تحدد فيه على التحديد المفهومي أن الجانب المصطلحي وهو جانب مهم جدا في تأصل الفان بمعنى آخر إن شاء الله خلال كل هذه المداخلات المقبلة إن شاء الله ما شلقه إشكال لأنه مدام مصطلح أو المفهوم تحدث بطريقة واضحة طبعا بالنسبة النقطة التي ممكن أن نضيفها نتكلم على الروح الأسئلة التي تتطرح الروح الأسئلة فيها جوج دي الأنواع فيها نوع تقني يتحدث على الإشكالات التقنية التي يعني تطرح آني وإجرائيا يعني هذا مقاول دخل في واحد المشروع معين هالإشكالات التي تطرح عليه ونحن الآن تنقل في التفاصيل وهذه المسألة هذه ممكن تلمع لدليل إرشادات المتعلقة بفن المقاولة وممكن يجو تقاف الأجوبة طبعا بالنسبة لي أنا هذا أمر فوق التقديلي لكن اللي نري نأكد عليه هو النقطة أساسية أن اقتصاد المعرفة يعني أساسا يتعلق بسلطة المعلومة يعني سلطة الفكرة يعني الإنسان الذي يملك المعلومة يملك القدرة يملك السيطرة على الأسواق على المنتوج على المال على التروة أحيانا يمتلك السلطة على الشعوب وعلى الدول فطبعا من اللي تنقل من اللي تنقل بأن هذا الاقتصاد تحول بهذه السرعة من اقتصاد يعني كما قال سيبراحين يعني الزراعي إلى صناعي إلى معلومات إلى معرفي صحيح هذا لش كأنه بالفعل ولكن ما ننسوش بأنه وراء هذا التحول كان تحولات كذلك يعني في العقلية وفي المجتمع بشكل عام وبخاصة يعني كان بحث علمي لأن هذه المعلومات ما راح ما جايش من الأخوة ما جايش واحد لإنسان يعني قلس مور الشاشة ديال اللي اسميته وطلق واحد المعلومات وصيد رابعة راح كان عقلية تغيرات انتقلات من فكر العجز وديل الكسل وديل الأسطورة وديل الغفلاء هذا إلى عقلية علمية إلى عقلية إجرائية يعني أعتقد بأنه باش ننتقلوا من هاد العقلية العمومية الفضفاء المطلقة إلى عقلية إجرائية راح خاص عمل خاص عمل فبالتالي وراء الاقتصاد المعريفة وراءها يعني بحوت وراءها علم وراءها مختبرات علمية وراءها يعني تشجيعات وراء عمل اقتصادي وعلمي كبير جدا هو الذي ينتج لنا مرحلة ما نبغيش أنا نعجز ولكن هذا الواقع ما نقول نتكلم على الاقتصاد المعريفة فينبغي نراعي تلك النقلة التي تحدث فينا نحن وأرجع إلى الأساس أرجع إلى الأساس أنا أقول أن الشاب بصير بزمانه يعني مقبل على شأنه كما قال رسول الله العسلام يعني حافظ للسانه من حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه حديث رواه يعني الإمام بن حبان والحاكم حديث صحيح يعني هذا الحديث يدللين على أن الشاب الذي وصل إلى هذا المستوى دي الإدراك إدراك اللحظة التاريخ التي يعيشها بمعنى أنه كان ما عارف ولا عارف ولا عارف بأنه ما كانش عارف ولا عارف بأنه ولا عارف هذا اللحظة دي التغيير دي الإدراك الحال وإدراك النفس هي لحظة تاريخية حياة الإنسان وأعتقد بأن أي مشروع وأي مجال يعني ممكن يتفتح قدامه وحتى اقتصاد المعرفة هذا المصطلح يبنى كبير بزاة باعتبر أنه مرحلة أو لحظة من لحظة التغيير أو التطور الفكري والاقتصادي والحضاري الإنساني ما ننسوش بأنه في لحظة معينة ممكن تكلموا على مصطلح والمركب إضافي آخر كتر من اقتصاد المعرفة ممكن شاب بحالكم تبارك الله في مركز راية في قلة المراكز ممكن يجينا بمشروع اللي هو أعظم من هذا المشروع في لحظة معينة بحيث أنه غد يبديب ولينا بهذه المشاريع في الماضي لذلك فأقول دائما أركز على الروح من لحظة الانتقال من الإنسان الذي لا يعي زمانه إلى الإنسان الذي يعي زمانه الإنسان الذي لا يعرف أنه لا يعرف إلى الإنسان الذي يعرف أنه يعني لا يعرف ثم الإنسان الذي يعرف أنه يعرف هذه الميلاد لأنه لنعرفه لأننا ما عارفين ورينا نتعلمه من البداية باللي سنصل لهذا المستوى لا شك أنه اللحظة التاريخية ستبدأ كما قال إيمان الشافعي نختم بها كلما أدبني أراني نقص عقلي وكلما ازددت علما ازددت علما بجهلي كلما ازددت المعلومة والمعريفة يدرك الإنسان بأنه كان لا يدرك ولا يفهم ثم هنا يحدث التغير والتحول فيبدأ الإنسان هنا يعني في البحث تبدأ روح المغامرة تبدأ روح البحث تبدأ روح استكشاف يعني الإنسان ما تتبقاش عنده حدود لأن هذه الطاقة الدين طاقة عظيمة جدا تغير حياة الإنسان ووجود الإنسان سمحوا السلام عليكم شكرا أستاذ بنسبة بعض المشاركين اللي قللك شنية العلاقة بين اقتصاد المعريفة النظارية المعريفة والاستيمولوجيا كيف كيفاش نديرون كيف أن ننمي خلق الشجاعة والجرأة في هذا المجال ولكن شي ريفيرنس ديالشي كتاب الله يجلزك بأخير شوف أنا قبيلة استشهدت بالكتاب ديال ميكس بيبر مفكير غربي مفكير غربي المفرد أن نستشهد بكتاب ديال مفكير مسلم ولكن بغيت بغيت نتكلم مع الشباب باعتبار أن نحن عدنا واحد الحالة ديالصدمة الحضارية يعني بيهار بالفكر الغربي والحضارة الغربية شي نائم أبينا صغارا وكبارا وشبابا وشيوخا يعني الأساتي ذالي قررنا في الجامعة في التانوية في حياتنا كلها متأطرين بالفكر الغربي للأسف لكن بغيت نقول بأن هذا الكتاب ديال ماكس بيبر يقول لنا نقطة جوهرية حيات لنا بزف ديال أوهام كانت في العقول ديالنا بأن الحضارة الغربية كفكر اقتصادي كفكر صناعي كتغيج في حياة ديال الأوروبي مشكلة عام كانت سبب ديالها يعني العصر الأنوار وفلسطة الأنوار وعصر الحادثة والبعد عن الدين وشبه هو يقول لنا بأن هذا مسألة مش صحيحة أولا مش صحيحة بمعنى آخر بأنه لما لما قرر لإنسان الغربي أنه يحاول إصلاح الدين دياله والنظرة الدينية دياله لما كانتش تتجه باتجاه صحيح بدأ بدأ يفكر بشكل ساليم وقال لنا بأنه الأماكن التي حدث فيها الإصلاح الديني في أوروبا يعني التي كانت فيها المواحدة ديال مارتل لوتر كينغ ديال كالفان ديال الأتباع ديالهم من كذا الإصلاحيين كانوا أساتيدة في علم التنمية كثير منهم أساتيدة كثير منهم قساوسة ورجال دين هذه الأماكن كانت في الريخ الألماني فين كينا الآن يعني البؤرة الصناعات القوية التي لازلت إلى حد الآن في ألمانيا كانت في بريطانيا ثم في هولندا ثم انتقلت إلى أمريكا قال هنا هذا الإصلاح الديني غير نظرات ديال الإنسان الوجود شنو غير بالضبط أنا أركز عليه ورانيش في المدخلة إلى أن الأحاديث النبوية والآيات القرآنية يعني الغاية ديالها تحرير عقل الإنسان تحرير عقل الإنسان ألا يكون تابع ألا يكون تابع يعني الله تعالى ما يتكلم على النموذج ديال الإنسان الكل والإنسان للعدل تكلم على الإنسان للعدل باعتبار أنه إنسان قوي صاحب عقلية مستقلة غير تابع غير عرد يعني ما يمكنش تنمطه في إطار منظومة في كرية معينة أو في وظيفة معينة وتخليه ثم يعني يعيش حياته حتى 65 سنة ويموت لا هذا إنسان تتمرد هذا إنسان إنسح التعبير يعني تيخرج من السياق تيخرج من نص وتيخرج من سطر يعني ما يمكنش ضمطه علاش لأنه إنسان عدل قوي لديه قوة يعني في اكتشاف الواقع ولديه روح مغامرة شكو اللي غادي خليه يكون بهذا القوة وما يكونش إنسان كل تابع عرد اللي قالوا يمشي لها مشافوا حتى الوظيفة يمشي لها حتى يموت خواف خواف من المستقبل خواف يخرج يمشي بلاصة يعني ما يلقاش حسن منها يعني الإنسان شكو فينا كي أحاديث وكي آيات تتكلم لنا على هذا الروح أولا الرسول الله يظر علينا الروح دي العلم آخر أولا بشت العلم الدنيا ودينا يقول لنا بأن التاجر يعني التاجر المقصود به هو هو الإنسان المغامر في القرآن جد بهذا الروح المغامر الذين يضربون في الأرض ما قالش لمجاهدين يضربون في الأرض يعني يجوبون الآفاق أو وفد الدولة أو وفد القطرة أو وفد المدينة أو وفد كذا وما خيبش يعني تغامر تجر ديله تغامر روح ديله تغامر فهذا الإنسان الذي تكون في هذا الروح شكو تخليها فيه تقول لنا الرسول على الإنسان الذي يجاهد بدامه وبروحه آخرون يضربون في الأرض وآخرون يجاهدون في سبيل الله يضربون في الأرض يبتغون من خطل الله وآخرون يجاهدون في سبيل الله قال العلماء سبق الله تعالى هذا الإنسان الذي يضرب في الأرض على الذي يجاهد الصحابة فهموها فهموا بأنه هذا المسألة قال هذه إنسان يعني قال تنتمنى تنتمنى لو نموت وأنا سأسافر من أجل التجارة والكسب على نموت ونا مجاهب لماذا؟ وهذه مسألة عجيبة جدا ربما تنقرأها بثاف نصوصه في الكلام دي الصحابة وفي الآيات القرآنية لأنهما ما زال ما فهمناش الروحة لقصة مع بعض الإخوان سؤولوا على مسألة الرأس مال والربح هل تؤتي لفين مسألة الأخلاقية ولا ما زال عدنا واحد الخلط ما بين البعد الأخلاقية وكسب الضروة يعني لشنا سبعات للصحابة من العشر المبشرين بالجنة رأينا كانوا ناس أترياء جدا احتنا لبعض ديالهم كانوا من ميماته قسمة الضروة ديالهم ودهب ديالهم بالفؤوس يعني الضروة كانت هائلة جدا ومن قصد ذلك تحاجم من الإيمان ديالهم بل كانوا من المبشرين بالجنة بمعنى أن الضروة ما هي الإشكال المناط ديال المزيان ولا خيط ما هي هو في الغينة ولا في الفكر المناطكين في القلب ديال الإنسان هذا الإنسان لديه القوة يضربونه في الأرض يبتغونه من فضل الله هذا الإنسان اللي جيب هذا الربح وهذا الكسم جيبه من آفاق من مدن بعيدة من بلاد بعيدة جيبه باش ينمي الضروة دياله باش ينمي الاقتصاد دياله والقوم دياله وقوي الأمة دياله هذا الإنسان ما تيحتكرش ما تيقاديش ما تيغش ما تيكذا فبالتالي هذا الإنسان تيساهم في الاقتصاد ديال الشباب اللي معاه والناس اللي معاه والأمة اللي معاه وتيقوي الاقتصاد ديال البلد وش نماديجة عبر التاريخ وش نماديجة فمصد يبر تكلم على هذا البعد وقال بأن الروح الدينية اللي بنت في أوروبا في حض اللحظة معينة يعني علمت الناس من خلال الآخرة كيفاش أنه يعني ما تبقاش عنده من نزعة دي الخوف من الدرهام ولا من من فقدان المال لأنه لفقد المال في سبيل تجارة دياله بحل المجاهد بحل الشاهد وهذه حتى في الحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصادوق التاجر الصادوق يوم القيامة مع الأنبياء والشهداء والصديقين هذا حديث صحيح بقول إمام ترميدي إذن هذه المسألة ماشي بعيدة إذن ليه تحتاجه الآن الشباب الآن أن يعرف بأنه قدما يعني دخل بقوة في مشروع اقتصادي قدما كان مع الأنبياء ما ينقص منه تضره يعني لا ينقص منه مدام لا يغش مدام لا يكذب مدام لا يخون بل مدام لا يرابي يعني الشروط المعروفة فإنه طبعا مهما كان غناه مهما كانت طروته مهما كانت كذا لا ينقص منه ولا من أخلاقه ولا من مكانته شيئاً إذن أعتقد يعني بش منطوش على الشباب أن هذه النقطة هي النقطة الأساسية الوحيدة التي تجعل الإنسان يغامر أعتقد أنا في اعتقادي أن الروح الفطرية في الإنسان الروح الدينية القوية عندما يكون الإنسان مشروع مشروع يعني فكري مشروع فلسفي مشروع ديني فإن المشروع الاقتصادي ينجح يعني بقوة كثير من المشاريع الاقتصادية نجحت لكنها بقيت في جزر معزولة يعني لا تستطيع أن تصبح مشروعاً أممياً قومياً يعني كيف نجحوا في الهند نجحوا في البرازيل نجحوا يعني في الارجنتين نجحوا في روسيا ولكن بقوة جزر معزولة لأن هذا النوع دي الاقتصاد لا يشكل اقتصاد أممي وراءه ثقافة بل وراءه رأس مال فقط هذا الرأس مال يستغل جلوش من الشعوب المهضومة وكذا لكن تتكلم عن الرأس مالية كانت وراءها روح دينية بلدلك استطعت أن تستمع وأن تعيمن يعني على قطاع كبير جداً يعني من شوف العالم استطعت أن تعولم تعولم الاقتصاد استطعت أن تصل إلى درجة كبيرة هذا ليس مدحة للرأس مالية فهي يعني منظومة بشعة في استغلال الإنسان حتى الروح رأس مالية الروتستانتية كانت تستثمر في استثمر الدين من أجل الربح يعني هذا كلام ماكس بيرور نفسه لكن أتكلم عن المشروع الديني الإسلامي عندما ينتقل من بعد روحي قوي كما جاء في الآية القرآنية الإنسان الهدل الإنسان الذي ليس فيه شركاء متشاكسون هذا الإنسان الذي يملك الاستقلالية وتحرر نفسياً من عقد الخوف من الدنيا ومن المستقبل ومن الآخر ومن الاقتصاد العالمي ومن العلماء والأشياء عندما يتحرر لا يجب أنه يستطيع وأعتقد بأن الشباب اليوم يملكون هذه الروحي إن شاء الله السلام عليكم جزيز الدخاء في قرآن أستاذ الحال نعطيب المدخلة لأستاذ عبد الرحيم يجاوبنا على الأسئلة شكراً لأستاذ شكراً لأستاذ شكراً لأستاذ شكراً لأستاذ أستاذ أن تسمعكم مزيان أعفاك إذا كان تخدمي الصوت بمزيان هذا بمزيان تفضل شكرا إذا قلت بالنسبة للسؤال المتعلق بالتميز بين نظرية المعرفة والإبسيمولوجيا والعلم والمعرفة وهو سؤال مهم ربما لأنه فعلا يجب أن ننتبه إلى أننا نتحدث هنا عن معرفة بشكل عام وليس فقط العلم الذي يعتبره ربما نوعا من المعنى الدقيق للكلمة العلم هو نوع من المعرفة المعرفة العلمية هي نوع من المعرفة والإبسيمولوجيا هي الدراسة النقدية للمعرفة العلمية حين أن نظرية المعرفة هي مبحث من مباحث الفلسفة قبل أن استقل الإبسيمولوجيا نسبيا عن الفلسفة مبحث من مباحث الفلسفة هي هم يعني إشكالية المعرفة في البعض ديالها ربما الفلسفي والإنطربولوجي الفلسفي في البعض ديالها أيضا المعرفي وتطرح أسئلات كيف يمكننا أن نعرف كيف يمكن الإنسان أن يعرف ماذا يعني أن يكون الإنسان كائن عارف كيف يعني أو ماذا بإمكان الإنسان أن يعرف ما هي حدود المعرفة ما هي قيمة المعرفة العلالة أعود إلى موضوع اقتصاد المعرفة ربما أسئلة التي طرحت تهتاجس وتحمل هم التطبيق والتنزيل وهنا ربما إشارة يجب أن أشير إليها هو أننا يجب أن ننتبه جيدا إلى التمييز بين مفهوم اقتصاد المعرفة الذي هو مفهوم غربي لمن شاء وغربي أيضا النتائج وبين مجتمع المعرفة اقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة وأعتقد أن السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا هو هل نحن فعلا المجتمع للمعرفة مجتمع معرفة ما هي قيمة المعرفة لدينا قبل أن نتحدث أربما عن اقتصاد المعرفة صحيح أن هناك تدخل بين المفهومين وهناك امتداد بينهما ولكن نحتاج فعلا إلى أن نعود إلى أنفسنا كما قال أستاذ أنحاس وأن نتحمل مسؤولية وشجاعة وجودنا ونتحمل هذه الشجاعة أو هذه المسؤولية فيما يخص علاقتنا بالمعرفة وفي هذا الإطار يمكن أن نستفيد ربما من التقدم الذي عرفت المجتمعات الغربية وأيضاً انتكاسات التي تعرفها الآن بفعل أو بسبب تداخل الاقتصاد مع المعرفة وهيمنة الاقتصاد على المعرفة من جهة وأيضاً إشكاليات التي تطاحها ربما التطور التي تعرفها المعرفة البشرية فيما يخص الجانب الأخلاقي والجانب البيئي هذه كلها ربما أسئلة لا يمكن أن نفصل ما هو فلسفي عن ما هو تطبيق عملي عن ما هو أخلاقي عن ما هو معرفي العالم اليوم والمهندس إن أراد فعلاً أن يتقدم بشكل جيد فيما يخص مجتمع المعرفة أو اقتصاد المعرفة يجب عليه أن يلمّ بكل هذه الإشكاليات وأن يستحضرها في ممارسته وفي تفكيره في تنزيل أو فتح باب الممكنات في مجال الاقتصاد المعرفة ربما هذا كل ما لدي لك أضفه وأشكركم على تفاعلكم وأشكر جميع على هذه الأمسية الشيقة شكراً جزيلاً أستاذ شكراً للمداخلة ديالك الآن كنت معتون المداخلة المهندس محمد رغزيل تفضل سيمو حمد رغزيل شكراً دكتور سيمو حمد أنا جاني واحد السؤال مشترك دي سيمو حمد ومهت أمال كيفاش ممكن أننا يعني أن أجرؤوا هذا الاقتصاد اسمحوا لي أن أطلق معكم واحد كتعرفوا بأن منبع المعرفة منين كيش المعرفة كيفاش كتنمو أهم حاجة في المعرفة لتنمو هو السؤال وإذلك التحدي الحقيقي لبلكم وأنا جد سعيد بأنني إذا بك نسمع بأنه عندكم هات الرغبة وكيفاش نديره وكيفاش نطبقه وكيفاش نديره هذا هو الهدف دير هذا الأكاديمية وذات مبنية على قيم أساسية ودافعة رهب من كيفاش نديره أن نحركوا قصة المعرفة لكن أنت يبقى من بعد المرحلة أخرى هو السؤال ورادات كونة لغادي يجيوه من بعد غادي نحاول ما أمكن نجاوبه على هذه الأسئلة من الأمهال القبيل وإذلك السؤال هو مهم دائما في بناء المعرفة وإذلك حتى في أصولنا لما ظهر ما يسمى بالفقه التقديري عند أبو حنيف النعمان في العراق فجاء في هذه الأسئلة الاستفزازي على الأشياء لم تقع من أجل استفزاز العقول وإذا بنت كطالب باحث يجب أن يستفز ذلك السؤال وإذلك حتى من أدوات الإبداع ويمكنكم الرجوع إلى كتاب الآلة الإبداعية الدكتورة طريقة سويدانية تحدث فيه عن كيفاش ممكن أنك تقترح الأسئلة الإبداعية وفيتي يقول لك أنه من الأمور التي تشتغل عليها هي القلب الأشياء يعني إذا من تؤمنوا والذي تقرأوا وكتشتغلوا على الأبحاث بنافس من أجل نفس الطريقة مرة مرة ترح السؤال مستفز سؤال قلب المعرفة ديالك المعتادة ما غالي يزبلك الأمور وإذلك ظهرس مشمو عمل العلم الجديدة لأن يحاول الناس أن يرابطون غير المرتبط به والحاجة الممولفين فظهر ما يسمى بلايشستيل يعني الإميراتيون إيمان ظهر ما يسمى بلاترانسيما إثمانيزم ظهر ما يسمى بالكترونجر وبروليكتوف ظهروا للناس على جمع ما بين الآلة والإنسان هذه الإبريداتيون هذروا على الروبوتيزم معلمة الاطماتيزم هذروا على التدك يعني هذا التعليم عن البعد هذروا على learning machine هذروا على الموك هذر كتشوفوا هذا العفاق اللي مفتوحة هذر الموك كتار بزافه هي عفاق مفتوحة للناس المصيف ملتبلاير هذر الألعاب اللي كتلعب الآن مشتركة بمجموعة من مفرقنا على التوشي وشحكي الخموية للفلوس يعني ما بين 2004 و2014 يعني تقريبا بودة دولاريس سيلا غزير الصوت الله يجلسك بأخير نعم نعم السيد محمد الصوت هذا البرتي من 2004 2014 بشارنا الصوت فيها قلت قلت بأن 2004 2014 حسبوا الشحال الساعات اللي تكون يكتو فيها هذوك الأطفال اللي كي لعبو في هذا اللي جمعت درسيلة الصومة ديالهم شوفوا مجحل الناس ووحر لمسل اللي عندكم هنا ونشجي تكاوين اللي غادي نحضر لكم فيها على التسويق الإلكتروني وغادي توفو يعني المجال لان تسويق الإلكتروني وكيف ممكن أنك تنشر فيها أفقار تنشر فيها مواد تنشر فيها تنشر فيها قلنا نرجع ل يعني للسؤال اللي تطرح لي أيضاً عنها ديكتولاتية ونمتفتجها معكم هي الأخرى نعود نشرح عليكم بسرعة ثلاثية ديال قصة التنمية هات ثلاثية هاتي 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 من ناحية الإقتصاد تقام مربح من ناحية الاجتماعية هي لقاوا واحد لامباكت سوسيال ديالذك وفاش كتمشي من ناحية البيئية تشوبي عندنا يحتار من القوانين البيئية لذا هذا هو المقصود من الجامعة ديرهم وكان سؤال أيضاً ديالسي توفيق يعني عشان المعلقة العدالة وتستطاق التوافق يعني فاش كلا نضروع الإقتصاد والمجتمع سيحقق واحد العدالة يعني ذلك المشروع لي يكون فيه واحدة العدالة الاجتماعية البيئة والمجتمع يكون واحد توافق يعني أنه كينفع الإنسان وكينفع البيئة ثم الاقتصاد والبيئة يكون واحد النوع ديال القابل يعني ديالك يمكن أن أنه يدخل الفلوس لكن في نفس الوقت دون أنه يؤدي البيئة ديالي لبلال أهدر على يعني يعني عين هو الربح في البضاعات ديال المعريفة هذا هو التحدي الآن اللي احنا كنا نتروع له هو أنه تبدأ و تطرحوا هذه الأسئلة و تطرحوا بحال سويل ديالك أنا عشر هارين ربحي إلى بعد الفكرة وهنا ديالت تحدي كيني الناس ديالك يمشون مثلا كتكون عنده فكرة و تخدمه أسر دماغه وجب فكرة وهذه الفكرة هي التي يشتغل بها الآن باش أنه ولا يستطع أنه يقنع يقنع الناس و يقنع الشركات بذلك الأفكار دياله وبالتالي بحالة قلتت يا و يبيع هذوك الأفكار هذوك الأفكار دياله ديالك أنا أنا نبيع الأمور اللي بغينا أنك هذا يعني أننا كنت أقول الإقتصاد المعريفة يعني أننا ما كينيش لفلوس كاني لفلوس أنا أعطيتكم المثال لفاسبوك و تحديد الفلوس كي دخل كان السؤال أيضا ديال ديالستي زكريا و نعطيكم هنا المثال باش تفهموا هذ القضية بالمثال ديالستي زكريا ديالستي زكريا لما هنا شيء ما هو حل الحانوت ما هو حل الحانوت أنا أعطيكم تجربة وقعت لي مع شخص في مدينة فاس كان مشابه حل الحانوت و دار الاقتصاد التقليدي يعني كنت شرساروت و حل الحانوت و حط في عفليسات و كل شيء و دار لواجهة و دار كذا و لكي تاوح ما يجي عنده و قليلا يجي سبولي فلك الحان فمرة أنا تلاقيت معاه قلت لي شوف علش ما تديرش واحد غروب واتساب ولا تدير واحد الفاش فيسبوك و تدخل تدر تسويق الإلكترونية قلت لي يا واجلا بأنا كاريحة نوص بكتوك تدر تسويق و بغيتيني باش أنا نمشي نسويق على شيء في الانترنت عاش غالي ندخل فعبتي قلت لي شوف تدير الفلوس باش رسالة الساروت فقلت لي بغيتيني طبعا أنا فهلت بأنه لم يستوعب بعض الفكرة ديال الفضاء المعلومات يشحل فيه و ممكن يسويق فيه يعني لم تمر مدة صغيرة سيدة كتتفتح حانوت صغير داتو ديبو داتو ديبو الحويج تضع فيه الحويج و تضع لليف ريزا و تدخل فيه واتساب و تدخل فيسبوك السلعة إلى ثلاث أيام لا تدخلها ثلاث أيام لا تدخلها تدخل سلعة ثلاث أيام لا تدخل سلعة و تدخل فيها بعد مدة تدخل سيدة لحالك الحانوت لماذا أنه يفكر في المنطقة التقليدي أي شاب بذلك قلت لي أن تدخل ليس سرعة يقول لك سنين راس المال سنين حانوخ سنين البقاء الأرضية و تبدأ يفكر لماذا؟ لأن هذا التقليدي ما زارك بها لذلك قلت لكم الآن أنا أخص المنطقة التفكيري تفكر عنه وتقول إذا كنت في التخصص القراءة ممكن أن أقوم بإقتصاد المعريفة أحس برصة تبديك يسخن هذا كأنت بديتي أول خطوة لكي تستطع تقوم بإقتصاد المعريفة فأنا سأتي إن شاء الله نسألك إما جمع المواضيع سأتي في الأكاديمية إن شاء الله لتساعدكم على ذلك سيدة حاتيم و جزيلا بخير وهذا من الرواد من الاشتغال ما شاء الله صلى الله عليه أشار إلى فكرة مركزية جداً وهذا فكرة مهمة جداً لذلك إذا كنت أريد أن تركزوا على التكوين ركزوا على التكوين لأنه كيف تتكوين و تعرف العلوم الجديدة كتولي قاد لأنك تطرح أفكار جديدة في السوق وهذه الأفكار التي تطرحها في السوق كتلقى واحد من الإقبل و لذلك هنا جمعنا الفكرتين الأفكار التي تطرح عليهم الدكتور أنحاس ما هي المرشعية الأساسية لنا لأنك تأخذ هذه الأفكار المبنية على القيم لأننا ليس الهدف دينا هو ندروا اقتصاد المعرفة الذي نكدم فيه على الناس الذي يعني نبيع الناس لأوهام و بدلا نخرفوا على الناس و ندروا الخريف لا، يجب أن يكون مبنية على القيم أساسية كمشارة لهذه الدكتور و جاء لكم السيد الرحيم على التطور للإقتصاد و كيف أنه كان واحد إقتصاد أسماني يعني باب دبع دين تجاري محظين و كيف تطور عبر التاريخ نحن نريد أن نقول لكم الآن هذا الاقتصاد التقليدي كين مازال مستمر ظهر المقامل للإقتصاد نوعي جديد مثلاً نتابهوا له أنتم كشباب لكن مبنياً على الاقتصاد مبنياً عفواً عن القيم الأساسية لدينا باش نشعر بلدنا هي المغرب وأيضاً مبني على الفكرة السلولة السيحتي وهو التكوير ولذلك جاءت هذه الأكاديمية باش تكون لكم مهارات وأدوات باش أن أنك ممكن تفكر باش في التخصص ديالي ممكن أنني في التخصص نفطر أفكار إبداعية ولما لا أدمجوها مع تخصصات أخرى ونقول كيفاش ممكن أنني ندير مع تخصصات أخرى باش أنني ندير شي مشروع رائد لممكن ما يكلف لي حتى حاجة في الموقع بالمادي في يكلفني ولو ولكن الخلم له أن الفلوس هات التحدي هو اللي بغينا نوصل معكم وبغيناكم تعلمون إن شاء الله تعالى وستصلون إليه إن شاء الله تعالى كما وصل غيركم فهم ليسوا أحسن منا لكم عقول ولهم فقط نريد أن يبنى هذا الاقتصاد على القيم باش نطول عليكم بزرع شكراً لكم ومعيدون إن شاء الله باللقاءات المقبلة والسلام عليكم شكراً للمداخلة شكراً للمداخلة وشكراً للأساس شكراً للمداخلة مرحباً بكم هندسة المشاريع ومطلوب منكم تم تقسيم المجموعات كل مجموعة حالياً مطالبة باش أنها تصاوبوا ملخص ديال الندوة عن طريق خريطة دهنية يعني أنه مستفقنا بحث صويرة هي خريطة دهنية اللي كتمثل واللي كتبينها ملخص ديال الندوة وهد العامل هذا ويددار يعني كل مجموعات الأحساب الناس سيختمون فيها مجموعين ويتم إرسالي لها عبر البريد الإلكتروني نهار السبس ما عطناش ديال نهار نهار السبس 14 سبعة يعني هات السبس هذا إن شاء الله شكراً جزيلاً لكم جميعاً شكراً لأساسي ديالنا الكرام شكراً لجنة التنظيمية شكراً للحضر الكريم ولقاؤنا الحصة المقبلة والسلام عليكم ورحمة الله